بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم الأهلي في المونديال قبل ما أبدأ أتكلم عن المباراة واللي حصل في المباراة لأن احنا لسه بخلصين للستوديو التحليلي منذ قليل أنا بس عايز أبدأ من الصبح أرجع وراء شوية وأبدأ من الصبح نهاردة صحيحنا كلنا من النوم الصبح فوقئنا بأحد المذيعين في تلفزيون الرسمي للدولة بيتكلم عن النادي الأهلي هو حر اللي عايز يشجع النادي الأهلي هو حر اللي مش عايز يشجع النادي الأهلي هو حر ومعندناش أي مشكلة في هذا الأمر وكل جمهور النادي الأهلي يعلم هذا الأمر تماما النادي الاهلي وهو يمثل مصر في بطولة دولية كبيرة ما عندناش مشكلة. اللي عايز ما يشجعش النادي الاهلي وهو يمثل مصر والقرة الافريقية في بطولة دولية كبيرة هو برضو حر. دي ما عندناش اي مشكلة فيها وما حدش وقف عند النقطة دي. ولكن الكل وقف على ان النادي الاهلي لا يمثل مصر. يوم مباراة بالميرس الصبح بنجد ان احد المزيعين في التلفزيون الرسمي للدولة بيتكلم عن هذا الامر. هل فيه توجه او فيه حاجة بخصوص هذا الموضوع. الحقيقة الكلام ده غير صحيح بالمرة. بالمرة لانه اللي حصل هو تصرف شخصي من المزيع اللي عمل كده. لانه زي ما حضراتكم سمعتوا التحليلات من الكباتن الكبار اللي كانوا متواجدين في الاستوديو التحليلي. كلهم اتكلموا على ان هذا الامر الحقيقة. المزيع بيتكلم عن بطريقته هو واسلوبه او شخصيته بدليل ما حدث بعد نهاية هذا الامر. بعدها في اقل من ساعة الحقيقة الهيئة الوطنية للإعلام عملت بيان الحقيقة تستحق من خلال هذا البيان كل التقدير وكل الاحترام. لانه خلال الفترة السابقة امام حضراتكم او هنجيب لحضراتكم دلوقتي البيان ونتكلم عنه. لانه خلال الفترة السابقة الحقيقة اهو الهيئة الوطنية للإعلام قالت تتعامل بحيادية تامة مع كافة الاندية الرياضية المصرية. وتم احالة المزيع حسام حداد للتحقيق واقافه عن العمل. قررت الهيئة الوطنية الإعلام. احالة المزيع حسام حداد للتحقيق واقافه عن العمل. ولما اقافه عن العمل. لما بدر منه اليوم ببرنامج صباح الخير يا مصر. المذاع على شاشة القناة الاولى. وتؤكد الهيئة الوطنية الإعلام انها تقف على مسافة واحدة بين كافة الاندية المصرية. وتتعامل بحيادية تامة. وان كافة الاندية الرياضية المصرية لها كل التقدير والاحترام. وتتمنى لها التوفيق والنجاح في تحقيق الإنجازات التي توضاف لرصيد الرياضة المصرية. بعدها بقليل الشركة المتحدة أيضا عملت بيان. وتكلمت فيه في نفس الإطار. في نفس الإطار الهيئة الوطنية للإعلام. اتكلمت فيه. بلوالالتزام بالكود الرياضي المصري الإعلامي. وده ما بين كل الاندية. وده اللي احنا دايما بنلتزم به كل الناس الحقيقة خلال حتى الفترة السابقة. أنا استغربت جدا 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 من اللي حصل النهاردة. لأنه خلال الفترة السابقة يمكن أكتر قناة كانت بتتكلم أو بتشيد بكل لاعبي متخبنا الوطني. اللي ما بيلعبوش في النادي الاهلي هي قناة الاهلي. حتى أنا شخصيا استقبلت تليفونات مهمة من لاعبين ما بيلعبوش في النادي الاهلي. وكانوا مبسوطين جدا جدا من اللي بيحصل على شاشة قناة النادي الاهلي. من دعم كبير جدا جدا لكل المنتخب بالكامل. فالأمور الحمد لله ماشي بشكل جيد. الكل بينبض التعصب. الكل بيبعد عن الفتنة. الكل معرفش إيه السبب في أن حد يطلع يتكلم بهذا الشكل. يوم مباراة مهمة زي دي. يوم مباراة النادي الاهلي بيلاعب نادي بالميرس. ومن الممكن جدا قبل المباراة طبعا أن النادي الاهلي كان كده أن يتأهل إلى المباراة النهائية. ويصل لأول مرة في تاريخه إلى المباراة النهائية. وممكن جدا يعلم ساعتها كان إيه لحصل. الحقيقة يعني البيان الصادر من الهيئة الوطنية الإعلام. ثم البيان الصادر من الشركة المتحدة. ثم البيان الصادر من شركة بريزنتيشن سبورت. ثم بعد كده كل الحاجات دي تؤكد لك أن الأمور الحقيقة بتتاخد دايما بشكل نبذ التعصب والبعد عن كل شيء يودينا إلى هذه المنطقة. فبالتالي خلاص الموضوع ده تقفل. وكذا حتى بقى كلمني بعد البيانات اللي حصلت من الشركة المتحدة ومن الهيئة الوطنية لم ينظر إلى هذا الأمر إلا بعد انتهاء المباراة. يعني دلوقتي ممكن جدا نجد خلال الساعتين ثلاثة اللي جاية أو بكرة الصبح بالكتير حاجة تصدر عن النادي الأهلي. إيه هي أنا معرفش ممكن ما فيش حاجة تصدر. أنا لسه مش عارف. لكن لما حد سألني بمعرفتي بالنادي الأهلي واللي بيحصل داخل النادي الأهلي. لأ. النادي الأهلي طبعا بيفضل المصلحة العامة. المصلحة العامة بتقول إيه إن أنا استنى لما بعد المباراة. لأن الناس اللي سألتني سألتني قبل المباراة وأثناء المباراة والكلام ده كله. لكن النادي الأهلي دايما بيدرس الموقف وينتظر أو انتظر إلى ما بعد نهاية المباراة. وسوف يتم دراسة الموقف بين كل جوانبه. وبعد كده يتم اتخاذ قرار علشان مصلحة النادي الأهلي. بس الموقف الرسمي للنادي الأهلي حيبان خلال الوقت القادم. الحقيقة ممكن يباني النهاردة. زي ما قلت لحضرتك ممكن يباني الصبح. هل يكتفي النادي الأهلي ببيانات اللي حصلت. ده اللي احنا هنشوفه خلال الفترة اللي جاية. ولكن في النهاية اللي انا عارفه ومعلومة أن النادي الأهلي انتظر لما بعد نهاية مباراة النادي الأهلي ضد بلميرس البرازيلي. ثم سيكون زي قعدة كده يتم فيها دراسة الموضوع من أوله لآخره. واتخاذ القرار الذي يراه مجلس إدارة النادي الأهلي للحفاظ على حقوق النادي الأهلي الأدبية. فده حد كان بيسألني على الموقف الرسمي بالنسبة للنادي الأهلي. طيب. أقول برضو لحضراتكم البيان الصحفي الصادر من المتحدة للخدمات الإعلامية. وهي تؤكد على الكود الرياضي الإعلامي. أكدت المتحدة للخدمات الإعلامية التزام في كافة برامجها وقنوتها بالكود الرياضي المعلن. والذي يدعم المنتخبات المصرية وينبض التعصب ويدعم استقرار النشاط الرياضي في مصر. وجاء ذلك في سياق تأييد المتحدة لقرار الهيئة الوطنية للإعلام. باتخاذ إجراءات تنفيذية وإيقاف المذيع حسام حداد. نتيجة ما جاء عن لسانه في سياق برنامج صباح الخير يا مصر. بما كان له أثر سلبي على الجماهير الكرة المصرية. أيضا أكدت المتحدة للخدمات الإعلامية أنها ستعمل دوما بتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام. وكافة الجهات المعنية على تطوير ما يقدمه الإعلام المصري للمشاهد. ودوام الاتزان لتحقيق غرض الرسالة الإعلامية. ده كان مهم جدا أننا نتكلم في هذا الأمر. وسننتظر ما سيفعله النادي الأهلي خلال الوقت القادم. لو حاجة طبعا صدرت وإحنا مع حضراتكم على الهواء. هتلاقونا طبعا بنقولها لو صدرت بكرة. على حسب بقى البرنامج اللي حيكون شغال. ده كان مهم جدا أننا نشرح لحضراتكم إيه اللي حصل من النهاردة الصبح لغاية دلوقتي. لأنه ناس كتيرة جدا بعتت وصدرتها. سألت وكلمتني في هذا الأمر. فحبيت أن أنا أقول لحضراتكم إيه اللي حصل من الصبح لغاية دلوقتي. طيب. على الجانب الآخر النهاردة. هزم النادي الأهلي من فليق بلميرس بهدفين مقابل لشيء. من المفترض النهاردة أن النادي الأهلي كان عنده أمال كبيرة. مش من المفترض. هو ده الحقيقي. أن النادي الأهلي كان عنده أمال كبيرة جدا جدا للوصول إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه. علشان يبتدي يعدي الفترة اللي فاتت. أو كاس العالم اللي فات. يعني شوف حضرتك. شوف إحنا كجمهور النادي الأهلي بنبص لإيه. حضرتك مش بتبص إن انت تشترك في كاس العالم بس. لا. حضرتك بتبص إن انت خط السنة اللي فاتت. المركز الثالث في كاس العالم للأندية. وبتلعب هذه الأندية الكبيرة. والعريقة. اللي هي أبطال القراط. وبتبص إن انت تلعب في النهائي وتاخد هذه البطولة. هو ده النادي الأهلي. وهو ده جمهور النادي الأهلي. وهو ده السلوب. علشان كده الناس زعلانة جدا النهاردة من الهزيمة. زعلانين. لأنه النهاردة الحقيقة كان في الإمكان أفضل مما كان. ده رأي الجمهور النهاردة. أو رأي بعض من الجمهور. إن كان في الإمكان أفضل مما كان. طيب إيه اللي حصل النهاردة. خلينا نسمع في المؤتمر الصحفي. ماذا قال بيتسو موسماني عن هزيمة النادي الأهلي. النهاردة الحقيقة قال كلام مهم جدا. أنا عايز حضرتك تسمعوا هذا الكلام. علشان تعرفوا إيه اللي بيحصل. وهذا هو النادي الأهلي. وهذا هو مدير الفني للنادي الأهلي. وهذا هو الفارق الكبير ما بين النادي الأهلي وأي حد تاني. لو المؤتمر الصحفي جاهز الشباب. طيب بغاية لما جاهزونا المؤتمر الصحفي. هو بيتسو موسماني قال إيه. تكلم في المؤتمر الصحفي. كلام مهم جدا. قال إن احنا قد نكون. احترمنا فريق بالميرس أزيد من اللازم. خلال الشوت الأول. لأننا هو يعني في الشوت الثاني. الشكل اللي قدام النادي الأهلي لغاية الوقت اللي اضطرت فيه أيمن أشرف. الحقيقة يعني. وانا برضو بقى أؤيده في هذا الأمر. كان رائع جدا. النادي الأهلي كان كويس جدا 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 في النص ساعة أو الخمسة وعشرين ديالة اللي لعبهم لغاية لما أيمن أشرف اضطرت. بعد أيمن أشرف ما اضطرت الأمور أصبحت أصعب كتير. إن أنت بتلعب فريق بطل قرة. فريق قيمته التسويقية أو قيمة لعبيه التسويقية اللي موجودين حوالي مية وشوية مليون. مية وسبعين مية وثمانين مليون. وبالتالي أنت بتلعب فريق قوي جدا. بتلعب فريق قوي الحقيقة. فعشان كده أنا بقول لحضراتكم لغاية لما يجهز المؤتمر الصحفي إن الموضوع اه اتغلبنا وحتى بيتسو موسيماني قال في المؤتمر الصحفي إن هو يعني كان الخطة اللي لعبنا بيها. هو قال كده. قال الخطة اللي لعبنا بيها في بداية المباراة لم تكن جيدة. بناء على كلام بيتسو موسيماني. وبالتالي قال لك كان ممكن يبقى فيه أفضل من كده. طيب قبل بس ما كمل ماذا قال بيتسو موسيماني عن أو في المؤتمر الصحفي. خلينا نروح لزميلنا أمير هشام برضو يقول لنا إيه اللي بيحصل كالعادة الحقيقة في بعثة النادي الأهلي في أبوظبي. نروح لأميره معانا طيب على لايف. تفضلوا. تفضل أمير. تحية لك كابتن إسلام في البداية. وتحية لكل مشاهدين ومتابعي اللي تعرضت لها الأهلي مع قبل وأثناء هذه البطولة. أخطاء يعني أو تفاصيل صغيرة هي اللي أثرت في نتيجة المباراة بشكل أو بآخر. لكن في كل الأحوال خلينا نتكلم في حتة إيه كابتن إسلام. في حتة إن الأهلي أصلا كان في المباراة الأولى. الأمور صعبة جدا. كانت توقعات بعيدة عن الأهلي يتأهل ويصل لهذه المرحلة. يعني التأهل لمرحلة دي في ظل الظروف اللي عانى منها الفريق على مدار الفترة اللي فاتت فيما تعلق بغيابات مع منتخب مصر وإصطابات مختلفة ومؤسرة جدا جدا على الأهلي. فأنت أيضا قدرت أن أنت توصل لمرحلة مهمة. لكن في كل الأحوال أنت خسرت مباراة النهاردة لكن ما خسرتش ميداليا. لسه عندك فرصة أن أنت تفوز بالميداليا اللي تالت مرة في تاريخك. كان في أمال وطمحات كبيرة أو بصراحة وبالتعديد بعد المباراة الأولى أنك توصل للمباراة النهائية وتبقى خطة خطوة جديدة في تاريخك في كاس العالم للآن دي. من دبن كلامات مستر بيتسو مسماني كمان ودي جزئان عادة تطرق لها في الحقيقة. أنا هو الرجل في المؤتمر الصحفي قال إن إحنا بتدينا المباراة مش أحسن حاجة. مش بأحسن شكل إحنا كنا نتمناه. الظروف كانت يعني عكسنا خالص في اللقاء. السيناريو اللي كنا نحطينه مادرناش إن إحنا ننفذه. طرد أي من أشرف أثر علينا في الوقت اللي إحنا كنا قريبين جدا إن إحنا نحرز هدف أول في المباراة كان ممكن يدخلنا في المطش ونقدر نرجع ونتعادل. لكن هي دي كرة القدم. كمان تطرق لفريق بالمرس وتطرق لجزئية الإنذار الثاني اللي خده أفشة في مباراة اليوم. قال يعني هو أنه منطق اللي يقول إن ممكن يكون فريق بيشارك في كاس العالم الأندية. اللعب بتاعه ياخد إنذار في المباراة الأولى. لمجرد إن الفيفا قررت إن هو يشارك في الدور ربع النهائي. وفي المقابل بطل أمريكا الجنوبية يشارك في النصف النهائي. فلو لعب منهم خد إنذار النهاردة إيه اللي هيخسره يعني؟ أي لعب فيهم هياخد إنذار. كده كده هلعب المطش الجاي. مش هيتوقف لأنه هو ملعبش أصلا مباراة قبل كده. ففرصهم أحسن بكتير. الأمور كلها مترتبة بننزلهم بشكل أفضل. سواء هم أو بطل أوروبا في الحقيقة. ويعني هو شايف إنه ده يعني حاجة مش 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 خير خالص من الاتحاد الدولي لقرة القدم. لكن الأهم إن شاء الله بإذن الله حيتم التفكير في ما هو قادم. التفكير في ميداليا برونزيا أي إن كان هتقابل تشيلسي أو الهلال. يعني التوقعات أكيد بتقول إن الهلال هو الأقرب في مواجهتك في مباراة للمركز التالت والربع. هذا الفريق كبير جدا وصعب جدا جدا. حتى لو هتقابل تشيلسي طبعا فتشيلسي غني على التعريف. ليس محتاج إنه نقول على مدى صعوبة هذه المباراة. لكن هتحاول أن أنت ترجع مصر إن شاء الله بإذن الله بميداليا برونزية. من دون الخطوات التي اتخذها الجهاز الفني وهي خاصة بالاستعداد للمباراة القادمة. إن بكرة حيكون أجازة تمة بالنسبة للعبين. ربما يكون في بعض التدريبات في صالة الجن تدريبات خفيفة بالنسبة لبعض اللعبين. طبقا يعني للمتابعة الفنية والبدانية الخاصة بالجهاز الفني في هذا الشق تحديدا. في كل الأحوال إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي فيما هو قادم يا كابتن إسلام. يعني اللعبين كانوا وضع عليهم الزعل. أول ما وصلوا هنا دخلوا على طول على العشاء. خلاصوا حتى بصرعة على الغرف بتاعتهم. في تأثر كبير يعني عند بعض اللعبين. أبرزهم حمدي فتحي في الحقيقة. حمدي دايما قلبه على على الفرقة. بيبقى بيموت نفسه في الملعب الراجل بصراحة. هو كان زعلان بشكل كبير. مش هو بس طبعا كل اللعب زعلانين. لأن كان نقدر كنا نقدر كابتن سوا أعتقد أنت تتطفق معايا وكل الجماهير تتطفق معايا. بعض التفاصيل الصغيرة اللي أثرت. وأيضا يعني الظروف اللي كانت محيطة بالأهلي فيما قبل هذه البطولة أثناءها كمان. فدي من ضمن الأمور المهمة. لو عندك استفسار كنت أسامنا معاك طبعا تفضل. طيب أمير الحقيقة النهاردة بعد ما حدث الصبح والأمور الخاصة بجانب أحد المزعين اللي تكلم الحقيقة وقال النادي الألي لا يمثل مصر. هل هناك أخبار عن أي شيء يخص النادي الأهلي من الناحية الرسمية. لأنا كنت تعرفه أن الموضوع سيتم دراسته بعد نهاية مباراة اليوم. وسيتم اتخاذ قرار خلال الفترة ما بعد نهاية المباراة. هل في أي أمور تبشر بجديد خلال الفترة القادمة؟ يعني في الحقيقة الملف ده مهم جدا جدا كابتن إسلام. يعني قبل أو مجرد ما شفنا الفيديو ده ومجرد ما الناس كل المسؤولين في البعثة وأفراد البعثة شافوا الفيديو ده. كان في حالة من الحزن الكبيرة جدا عند كل أفراد البعثة واستيهاء بشكل كبير قوي. لأن يعني في اليوم اللي الأهلي عنده فيه مطش بيمسل فيه مطش. ومطش نص نهائي كاس عالم. وهتلعب مع فريق قوي زي بالميرس البرازيلي بإمكانيات كبيرة. تلاقي واحد نزيع طالع بيقول كلام من غير ما يفكر فيه مع كامل الاحترام لشخصه يعني. لكن من غير ما يبص لأبعاد الكلام ده. من غير ما يراجع حتى شك لو هو لي علاقة بقرة القدم أساسا الله أعلم. لكن طبيعي جدا سواء أهلي أو زمالك أو إسماعيلي أو أي حد بيلعب في بطولة عالمية زي دي. أكيد هو بيمس المصر. دي مش حاجة جديدة. فطبعا الاستياء كان كبير جدا عند كل أفراد البعثة. وكان من المفترض أو مش من المفترض. يعني لسا الموضوع قائم طبعا. أنا عرفت قبل المباراة إنه حيكون فيه رد من نادي الأهلي بطرق شرعية على ما حدث. لأن ده أمر بصراحة يعني يزعل جدا. لأن في الوقت برضو كابتن إسلام دي نقطة لازم نركز عليها. إحنا يعني إحنا سفرنا مع الأهلي كتير وإنت كابتن إسلام سفرت مع الأهلي كتير في كل حتة. أي دولة بتروحها الدولة دي بتتمنى أن يكون عندها نادي يمثلها زي نادي الأهلي. الأهلي بيتشرف أنه بيمثل مصر. الأهلي بيتشرف أنه بيمثل الدولة دولة كبيرة زي جمهورية مصر العربية. كلنا من نتشرف بالانتماء لها. فأن يكون عندك نادي ومؤسسة بهذا الحجم وبهذه الإمكانيات وبهذا الطموح لازم يكون فيه تقدير من المزعين اللي بيتكلموا. يكون فيه وعي قبل ما يقولوا أي كلام. الدولة طبعا بتقدر جدا مؤسسة كبيرة زي الأهلي. دي كلها أمور. مفيش أي يعني لغط في الجزئية دي. تقدير واحترام كامل كامل ومتبادل بأمر طبيعي. لأن الأهلي الجزئي لا يتجزق من جمهورية مصر العربية. بل مؤسسة مهمة داخل جمهورية مصر العربية. لديها جماهير كبيرة جدا جدا جدا. فلما يتقال كلام بدون وعي بالشكل ده. فلازم طبعا يكون فيه خطوات يعني مشروعة وحق مشروع لنادي الأهلي إن هو يدفع عن حقوقه. إن هو يرد عن موكف ده. وأعتقد إن ده حيحصل طبعا خلال ساعات. سنتظر مزاعدة خلال الساعات القادمة. وأعتقد إن رد الهيئة الوطنية للإعلام أو البيان اللي نزلته الهيئة الوطنية للإعلام. ثم من بعده الشركة المتحدة. ثم من بعده بريزنتيشن سبورت. أعتقد بيان مهم جدا طبعا الشركة المتحدة طبعا طبعا. ثلاث بيانات دول. أعتقد إن هم يعني يعني هدوا جمهور الأهلي شوية. لأنه الحقيقة الكل بيتعامل بحيادية مع الجميع. الحقيقة واضح جدا هذا الأمر يعني. طبعا. طيب إذا نحن ننتظر إنه حيحصل لو فيه جديد. هتقول لنا أول بأول طبعا. بالضبط طبعا. أكيد إن شاء الله بإذن الله. وكل التوفير للنادي الأهلي فيما هو قادم كابتن إسلام. وبرضه لازم نأكد على إن كل يعني الشعب المصري وكل الإعلام المصري كله بيساند النادي الأهلي لأنه هو ممثل مصر. مش ممثل مصر بس. لا ممثل أفريقيا. والأهلي بيتشرف بتمثيله المصر. دي حاجة لازم نأكد عليها يعني. طيب يا رب كل التوفير للنادي الأهلي خلال الفترة. هل في أي إصابات النهاردة بعد المباراة لقدر الله يعني خلاص تأكد عدم وجود أي من أشرف في المباراة القادمة ومحمد مجدي أفشا. ده بسبب الإنزارات وتراكم الإنزارات ده زي ما قال بيتسو مسماني في المؤتمر الصحفي. هل هناك لا قدر الله لا قدر الله أي حاجة تعوق أي لاعب من أنه يكون متواجد يوم السابت إن شاء الله؟ لا لا إن شاء الله كله جاهز وكله موجود ما فيش أي مشكلة خالص. بل بالعكس كمان يا كابتن إسلام حيرجع لك محمد عبد المنعم اللي كان بيعاني أكيد من إجهاد بعد مشاركاته المتتالية مع منتخب مصر. مهم جدا أكيد هيعود وحيخش حسابات مستر بيتسو مسماني. عمر سليا حيكون اللي يستشفى خلال الفترة اللي جاي والأيام القليلة التاتيام اللي جايين دول بكرة وبعد وبعد هو وحمد فتحي وكل العناصر الدولية في الحقيقة عشان تحاول تستعيد أقوى أو أكبر كم ممكن من قوتك المتاحة بالنسبة لك وهي برضو مش قوتك الكاملة ودي برضو نقطة مهمة يا كابتن إسلام أكيد حررتك اتكلمت فيها إن الأهلي لو كان بيشارك بكامل نجوم وبالظروف الطبيعية ببيرسي تاو بكل العناصر المصابة دي بأكرم توفيق بكل الناس دي كان ممكن نوصل لأبعد من كده بكتير لكن هو قدر الله ما شاء فعل ومش هتكون آخر بطولة هيشارك فيها الأهلي. مسماني قال كلمة مهمة قوي في نهاية المؤتمر الصحفي. قال حنحاول مرة تانية السنة الجاية. فمعناها إن فيه طموح كبير عند مسماني وعند النادي الأهلي بشكل طبيعي. إن بإذن الله ناخد أفريقيا تاني ودي مش حاجة غريبة عن نادي الأهلي أو مش حاجة بإذن ما تكونش صعبة وبإذن الله نروح كاس العالم تاني ونقدر نحنا نوصل ونحقق طموحنا اللي بنحلم بي دايما كأهلوية بإذن الله كابتن يا رب إن شاء الله أخيرا لو تقدر تطمننا على محمد الشناوي طيب الشناوي يعني عنده إحنا عارفين زي مزء في العضلة الخلفية. أي مش مش بدرجة كبيرة أوي أو مش بدرجة قوية أوي يعني بيتم التعامل مع الإصابة. لكن مفيش وقت معلن حتى هذه اللحظة لمدة غياب محمد الشناوي. حيتم الأعلان عقب الانتهاء مباشرة من مشاركة الأهلي في كاس العالم للأندية. لكن في طبعا بعض يعني الأمور الطبية اللي بيقوم بيها الجهاز الفني مع محمد الشناوي. هو نجم كبير وكابتن كبير جدا جدا. ولعب مهم سواء للأهلي أو لمنتخم مصر. خلال الفترة الحالية اللي احنا موجودين فيها في أبو الظبي. وفور عودة الفريق بإذن الله للقاهرة سالما. يعني ان شاء الله بإذن الله سيكون في برنامج مخصص لمحمد الشناوي. من كله يقدر يتعافى ويعود سريعا للملاعب. لأن طبعا الأهلي ومصر محتاجين لمحمد الشناوي بشكل كبير. بدون التقليل طبعا من أي عنصر موجود في حراس المرمى. عنده علي لطفي حرس مميز. أبو صوفة شبير وحمز علاء. لكن في كل أحوال تتكلم على محمد الشناوي أحد أفضل حراس أفريقيا بأمر مؤكد. فطبعا إن شاء الله بإذن الله قريبا يعود. لكن الفترة اللي حيغيبها لسه ما تمش الإعلان عنها بشكل مفصل. وفي انتظار الإعلان عنها من خلال بعض التقارير اللي بيتم إعدادها ومن خلال متابعة مكسفة لحالة اللعب. بالمناسبة كابتن إسلام برضو قبل يعني مختم الجزئية دي. الشناوي لأن البعض قال إن الإصابة بتاعته في نفس المكان. لأ العضلة الخلفية وبردو أكيد أنت عارف يا كابتن إسلام لها ثلاث أجزاء ممكن يتعرض لهم أي لعب للإصابة. ثلاث أجزاء ممكن يتعرض فيهم يعني أي لعب للإصابة. هو تعرض في جزء آخر من العضلة الخلفية بخلاف الجزء اللي كان تعرض ليه سابقا. يعني برضو عشان توضيعنا المصطلحات التبية أكيد أنا مش شاطر فيها زي الدكاترة طبعا بتاعتنا. لكن أنا بحاول أشرح بقدر مستطاع لجمهير النادي الأهلي وجمهير الكورة المصرية بشكل عام. إن الإصابة مش هي هي نفس موضع الإصابات السابقة في العضلة الخلفية فدي حاجة تطمت مش حاجة تقلق يعني وإن شاء الله بإذن الله يعود سريع كاترسل. لكن الشناوي يعني أنت النهاردة مثلا شفته نزل الجم بيعمل حاجة معينة مع الدكتور بيعمل أي حاجة ولا هو يعني ما نزلش أو ما عملش أي حاجة اليوم لا يعني هو أكيد في راحة بالنسبة له لأن طبعا يعني إجهاد الصفر والإصابة. طبعا دكتور أحمد وعبلة بص على حالته. لكن من البكرة أعتقد هيكون لي بعض التدريبات أو مش تدريبات طبعا بعض يعني الأمور العلاجية اللي هيقوم بيها. وبرضو عايزين نركز على جزئية مهمة جدا كابتل إسلام ونشيد بيها كل الإشادة. إن محمد الشناوي كان يعني عنده متاح بالنسبة له أن يرجع القاهرة. ما فيش أي مشكلة خالص ويكمل علاجه في القاهرة والأمور تبا طبعي ويستنى الفريق لما يرجع من أبو الزابي. لكن بحس القائد محمد الشناوي بصراحة الراجل كان مصمم أوي إن هو يجي على أبو الزابي. هو عارف إنه هو مش موجود في قيمة كاس العالم. عارف إنه هو مش هيشارك. عارف كل الكلام ده. لكن هو ألا لازم أبقى موجود مع الفرقة. كابتن النادي الأهلي لازم موجود مع الفرقة. لازم أكون في ظهر اللعيبة. في ظهر زميلي. وحاول أساعدهم بشكل أو بآخر في أن نحن نوصل لما كان بعيدة في البطولة. فيعني دي حاجة برضو لازم نشيد بها بخصوص محمد الشناوي. وقائد بمعنى الكلمة في الحقيقة. أنا بشكرك جدا أمير على وجودك معنا النهاردة. وعلى كل هذه المعلومات. وفي انتظارك لو في أيضا الأمر. ودراسة مجلس إدارة النادي الأهلي. أو دراسة إدارة النادي الأهلي. لكل هذه الأمور. وما حدث اليوم. واتخاذ قرار. احنا موجودين طبعا معك على الهواء مباشرة. علشان لو في جديد. نقدر نقوله من خلال برنامج الأهلي في المونديال. شكرا جزيلا الزميل العزيز أمير هشام. طيب برضو النهاردة. أنا بحاول أن أنا أتكلم في كل المواضيع اللي الجمهور الأهلي دايما بيتكلم فيها. وبيبعتها لنا. وبقول لحضراتكم على الحقيقة كما هي. أنا بغيرش أي حاجة. أنا بقول الحقيقة كما هي. النهاردة اتقال أنه جمهور بالميرس هو الجمهور اللي واخد تلات تربع الملعب. مضبوط. هل احنا شفنا ده بعينينا. فمحدش يقدر يقول مزلا. لا. جمهور بالميرس هو اللي كان واخد تلات تربع الملعب. طب هو ليه جمهور الأهلي ما خدش تذاكر أو ما خدش الأماكن بتاعته في الملعب. هقول لحضرتك. وبرضو خلينا نتكلم دايما بالمنطق وبالعقل. أنا مشجع مثلا يعني. أنا مشجع برازيلي. وفرقتي معروف أن هي هتلعب النهاردة بقالها بقالها شهر ونص شهرين. خلاص؟ فبعمل ايه؟ من وقت القرعة معروف أن أنا هتلعب النهاردة. بل ميرس معروف أن هو هتلعب النهاردة. أول ما الاتحاد الدولي فتح التذاكر بتاعته على الانلاين. دخل كل جمهور البرازيلي وخد معظم التذاكر. جمهور الأهلي لازم يستنى لغاية لما الأهلي لعب مونت الريه. اللي هو كان المباراة يوم خمسة من ثلاثة ايام. فعشان كده الجمهور البرازيلي كان عدده ضعف عدد جمهور النادي الأهلي. بالعقل من غير أي حاجة ومن غير أي كذا واصل مش عارف مين ما عملش ومين ما خلاش ومين ما سواش خالص. هو الموضوع كده زي ما بقول لحضرتك. ان اتفتح الانلاين. هم عارفين ان هم هتلعبوا النهاردة. عملوا تذاكرهم. وخدوا التذاكر بتاعتهم. واللي دخل كأنه مشجع أهلاوي. واللي دخل كأنه شجع برازيلي. وخلص. وخدوا ثلاثة اربعة تذاكر. لكن لو جمهور النادي الأهلي. مثلا. طب ليه ده ما حصلش الماتش اللي فات. لأن جمهور النادي الأهلي عارف أن أول مباراة للنادي الأهلي هتبقى يوم خمسة. وبالتالي من يوم القرعة. وبالتالي دخل جمهور النادي الأهلي وخد ثلاثة اربعة للمباراة السابقة. نفس الوضع بالزبط هو اللي حصل النهاردة في هذا الأمر. كده يبقى الحمد لله غطينا لحضرتكم إيه اللي حصل في الثلاث أمور. الأمر اللي حصل الصبح. والبيانات اللي حصلت من الجهات المختلفة. ثم المباراة واتطمننا الحقيقة على معظم اللاعبين. وزي ما حضرتكم قبلنا. على طول كان الستوديو التحليلي متواجد مع الكابتن أيمن شاو. ايه وتكلموا في كل الأمور الخاصة. يعني وانت قاعد تتفرج على الستوديو التحليلي في قناة الأهلي. بتجد كل الدعم للفريق للمباراة القادمة. وفي نفس الوقت بينتقدوا الأداء اللي في الشوت الأول. اللي بالمناسبة. بيتسو موسيماني نفسه انتقدوا. اللي بيتسو موسيماني نفسه انتقدوا في الشوت الأول. انتقد نفسه وانتقد اللاعبة. فبالتالي طيب احنا نفكر كيف نفكر خلال الفترة القادمة. الفترة القادمة لهم الثلاثة ايام اللي جايين دول لغاية يوم السبت. عندنا مباراة بمدالية. هنلاعب اما الهلال او تشيلسي. لو بصيت للموضوع بالنواحي الخططية والمادية وكل حاجة. يبقى تشيلسي الاقرب انه هو يصل للمباراة النهائية والهلال يلعب على الثالث والرابع. ممكن جدا. او يعني لو بصيت للموضوع كده. فالاقرب ان انت تلعب الهلال السعودي. الهلال السعودي فرقة قوية جدا. وعندهم مجموعة لعبين كتير جدا. هنتكلم عن وقتها بس لما نعرف نتيجة المباراة الهلال والتشيلسي. ونشوف مين اللي حيفوز. وهنتكلم عن الفريق الاخر في كلامنا خلال اليومين ثلاثة اللي جايين. ولكن كل الدعم للاعبتنا خلال الايام القادمة هو ده جمهور النادي الاهلي. وهو ده الفرق ما بين جمهور النادي الاهلي. النهاردة اه بننتقد بعض اللاعبين واداءهم وكذا وكذا. ونقولنا ان حسين النهاردة مش في مستوى. وبنقول ان النهاردة ياسر ابراهيم مش في مستوى. وبنقول ان ايمن اشرف مش في مستوى. وبنقول وبنقول ان محمد مجدي قافش عنده افضل من كده. ولكن في نفس الوقت احنا في ظهر كل اللاعبتنا. كل اللاعبتنا حنقف في ظهرهم لغاية لما نشوف عفوا. لغاية لما هما دول جماعة اللاعبة اللاعبت اللاعبت المباراة اللي فاتت او معظم اللاعبت دي هي اللاعبت المباراة اللي فاتت امام منتريه. وادوا اداء اكثر من رائع. اكثر من رائع. كلنا اتكلمنا على اداء حسين الشاحات. كلنا اتكلمنا على اداء محمد مجدي افشة. كلنا اتكلمنا على رجولة ياسر ابراهيم في المباراة السابقة. ايمن اشرف كان رائع مع المنتخب في كل المباراة اللي لعبها. وبالتالي النهار ده المباراة لم يعني معظم اللعبة ما كانتش في مستواها. ولكن بالتالي ننتظر للمباراة القادمة ونقف كلنا في ظهر لعبتنا. نقف معاهم وفي ظهرهم في كل شيء. فالمفروض ان احنا نفضل وقفين في ظهرهم لغاية يوم السبت. ونتكلم معاهم ونوصل لهم من خلال دعمنا. الجمهور يوصل دعمه من خلال كل مواقع التواصل الاجتماعي علشان شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع ان نفوز في المباراة القادمة. طيب لو ما فوزناش في المباراة القادمة. إيه اللي هيحصل؟ هنتكلم وننتقد الأداء الوحش وكذا وكذا وكذا. وحندعم فريقنا وحنفضل في ظهر فريقنا. علشان لما يرجعوا هنلعب الدوري. وهكذا. هكذا. هو ده الموضوع. هنفضل في ظهر فريقنا لنهاي. لغاية لما نموت. هو دي. هي دي حياتنا. الأهلوية كده. الأهلوية بيفضلوا وراء فريقهم. وفي ظهر فريقهم لغاية لما يعني خلاص. اتغلبنا. أداء لم يكن جاية في المباراة في الشوت الأول النهاردة. الشوت التاني أداء أكثر من رائع. طب إيه اللي حصل؟ بعض التغييرات اللي عملها بيتسو موسيماني قدت ليه زيادة الفعالية الهجومية اللي احنا كنا محتاجينها. وبالتالي. واحد زي أحمد عبدالقادر ده. ملعبش لبنى أول المباراة. خلاص يبقى ده خطأ من الأخطاء اللي اتعاملت. ممكن بقى نشوفه بقى في المباراة القادمة يبدأ. طيب لو أحمد عبدالقادر بدأ وما كانش كويس. هنقول إنه هو مش كويس. ويرجع يقعد تاني وحد تاني يبدأ. هي دي كرة القدم يا جماعة. هي دي بالمناسبة حلاوة كرة القدم. النهاردة قدامنا أداء. قدام عينينا أداء على التلفزيون. بنشوفه. الأداء ده كويس. بنقول إنه هو كويس. الأداء ده وحش. بنقول إنه هو وحش. ولكن هل كلنا وضعنا في الاعتبار أن النادي الأهلي فاقد لأربعتاشر لعيب؟ أربعتاشر لعيب؟ منهم خمسة مع ستة مع المنتخب الوطني. والباقي ما بين إصاباته. أو الباقي إصابات. يعني الشناوي وأكرم وصلاح. وبقية اللاعبين. وبرسي تاو. وبقية اللاعبين اللي موجودين. هذه مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين. اللي لو كانت موجودة كان حيبقى لها وحسام حسن. كان حيبقى لها وضع مختلف. وقبل ساعات من المباراة. عمار حمدي. المباراة الأولى. كان في التشكيل الأساسي في المباراة الأولى. قادي ست اللاعبين مع ستة اللاعبين بتوء المنتخب بقى 12. ما هو محمد عبد المنعم. إحنا بنحسبه خلاص. فعندك إصابات. وعندك وعندك وعندك. وعندك إجهات طويل برضو. عشان الناس اللي بتتكلم على أيمن أشرف. أيمن أشرف راجع من الكاميرون. على القاهرة على أبو زبي. على دبي على أبو زبي. خلي بالحضرتك. المنافسين اللي احنا بنلعبهم كلهم كاملين. المباراة السابقة منترية كامل. النهاردة المباراة فريق بالميرس كامل. كامل العدد. وجايين قاعدين بقالهم خمس ست ايام. وتماموا الأمور كويسة. فخلينا بقى خلاص. مقتنعين بالأداء الشيوت التاني. عايزين نعمل زيه بقى بدايته. بداية المباراة القادمة نبقى زي اللي حصل في الشيوت التاني. إن شاء الله في المباراة النهاردة. هو ده سواء بقى مع الهلال سواء مع تشيلسي. ونشوف نبني على أداء اللي تلعب في النص ساعة. ولا لغاية لما اضطرت أيمن أشرف. والتغييرات اللي حصلت. نبني عليها إن شاء الله مع بداية المباراة القادمة. خلينا نطلع فاصل. وبعد هذا الفاصل سستقبل الفقرة. الأولى أحمد ثابت وأحمد الحنفي. هنتكلم أكتر عن مباراة اليوم وما حدث في مباراة اليوم. بعد الفاصل أحمد ثابت وأحمد الحنفي. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزية المشاهدين. خلوني أرحب بدوفي في هذه الفقرة. دكتور أحمد ثابت. زكا دكتور. الحمد لله. هارد لك النهاردة. هارد لك طبعا لجمهور النادي الأهلي. وإن شاء الله نعود بإذن الله في مباراة الثالث والرابعة. يا رب إن شاء الله أحمد الحنفي. زكا بحمد. وهارد لك النهاردة. زكا كابتن هاردة لك الجمهور النادي الأهلي بإذن الله مداليا برونزيا. إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. خليني أبدأ معاك الأول. يا أحمد. برأيكو الأول في المباراة بشكل عام. تفضل يا ساب. والله يعني الأول يعني بعض الناس قالت ان احنا احترمنا فرقة بالمراس زيادة عن اللزوم انا شايف ان الكلام ده يعني انت لازم تحترم فريق بالمراس بطل كوبا لبرتادوريس في اخر سنتين متالهين بتلعب فرقة كومتها التسوية 180 مليون يورو جماعة فرقة اكيد بطل كوبا بطل امريكا الجنوبية فاكيد ان انت لازم وزي يعني بقول لحدك كابتن اسلام ان المدرب رهان يعني المدرب براهن على حاجة فانا كنا ماشيين كويس جدا في الشوط الاول من ناحية التنظيم الدفاعي تنظيم الدفاعي بتاعنا كان مميز جدا فمن يدرش نقول ان ممكن مثلا لو الشوط الاول كان خرج 0-0 كنا قلنا ان تغيرات ان تاكتك موسماني زي الماتش اللي فات فمن يدرش نغير رأينا عشان كده لكن هو بيتسو موسماني راهن على الاسلوب الدفاعي على ان انا هقفل المساحات وانا كنت معاه جدا في وجهة النظر دي ان انت طبعا بتلعب فرقة عندها دودو عندها روني عندها اكتر من لعب وعندها سكاربة فرقة فيها لعبة كتير جدا مميزة وبالتالي انت لازم تدايق المساحات اه في بعض الاخطاء اكيد هنتكلم فيها ولكن الاخطاء دي احنا لازم نبني على الدال اللي جاي احنا جماعة زعلانين ان احنا ما وصلناش نهائي كاس العالم للاندية تاخدين بالكم من الكلمة مش معلش مش مثلا مش نهائي كاس مصر مش نهائي دوري مع احترامي طبعا للبطولات دي ولكن ده نهائي كاس العالم للاندية جمهور الاهلي سقف طموحاته بيعلى مباراة في التانية واحنا برضو انا مقدر زعل جمهور النادي الاهلي ان نزعل جاي نتيجة الاداء التحسن في الشط التاني قالك ليه ما احنا كنا بدأنا كده من الشط الاول كنا نقدر اه ممكن يكون معهم طبعا كل الحق ولكن يا جماعة برضو لازم نكون عارفين ان احنا بنلعب بطولة كاس العالم للاندية مثل هذه المباراة تلعب على التفاصيل الصغيرة ولما يحصل خطأ خلاص يحصل خطأ من اللاعب يحصل خطأ دي فيها يحصل حاجة زي كده فانت بتخسر المباراة فيعني مقدر طبعا زعل بعض الجمهور او اغلب جمهور النادي الاهلي ولكن ان شاء الله ان شاء الله نعوض الكلام ده باذن الله وبرضو مباراة التالت ورابع اكيد هنقابل منافس قوي سواء الهلال السعودي سواء تشيلسي فان شاء الله ان شاء الله يعني الاداء برضو يكون احسن وان شاء الله يعني نتمنى ان احنا نصل على الميداليا البرونزية فانا بقول لك مش عايز الناس تزعل ومش عايز ان احنا نهد المعبد احنا ماشيين صح جدا ماشيين كويس جدا لا 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 بنت يا عمد معلش معلش جمهور النادي الاهلي يعلم تماما ازعلنين او متضايقين كلنا هواترش جمهور الاهلي طبعا ومش احنا في جمهور الاهلي وانا جمهور الاهلي والناس اللي قاعدة دي معظمها كلها جمهور اهلي طيب كلنا بنفكر ازاي ازعلنين ومتضايقين وعملين كل حاجة وبننتقد وعايزين نمسك في ده ونعمل في ده وكل حاجة ولكن في النهاية اخر اليوم هنقض حننم حنصحى حنفكر في اللي جاي عايزين نبقى نكسب اللي حيتغلب من الهلال والشيلس ان شاء الله يوم السبت القادر هو ده اللي حنفكر فيه هو ده الفارق دائما ما بين جمهور النادي الاهلي واي حد تاني الجمهور النادي الاهلي بيفكر في اللي جاي اه بينتقد ويقول كذا 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 واحنا النهاردة اسلام وحش واحمد وحش وده كويس وده مش كويس ولكن من بكرة من النهاردة بالليل حتلاقي كل الجمهور تويست كده وفي ظهر الفارق خلال الفترة الجاية اخد رأيك برضو يا احمد في المباراة بالكامل موسيا يا كابتن هو عموما فيه لاين زغير ما بين الانتقاد الايجابي وما بين الهدم طبعا احنا بننتقد ولو انتقدنا النهاردة الفريق فهو نقضي ايجابي من اجل ان احنا نشوف الاهلي بشكل احسن موسيماني انتقد نفسه يعني طبيعي يا جماعة فيه ظروف الاهلي بيعيشها قهرية مش صعبة هي ظروف قهرية اه 14 اصابة غياب دوليين الستراكشر بتاع الفريق الاساسي اصلا مش موجود معاك في البطولة كان بكلهم لعيبة دولية غيبة المفروض العناصر الاساسية اللي بتعتمد عليها بشكل اساسي مش موجودة فالفريق بيمر بظروف صعبة بالاضافة ان هو بيواجه فريق مش سهل الناس بتتعامل مع بالمراس كأنه فريق سهل وفريق في المتناول لا بالمراس فريق قوي تكتكيا قوي فريق مدعم بتمن صفقات قبل البطولة وده شيء مش قليل في ظل ان الاهلي بيعيش ظروف صعبة فدي كانت ظروف فعلا صعبة الطبيعي انك انت كنت تتحاول وتحاول لحد اخر دقيقة بس لو خسرت شايف ان هي شيء مش مبالغ انك بتلعب قبل نهائي كاس عالم في ظروف صعبة فطمنطقي جدا جدا انه ممكن الفريق لقدر الله بسبب تفصيلة زغيرة او تفصيلتين تلاتة زيالة اللي حصلوا في الجيم النهاردة ما نكسبش ده شيء طبيعي الامل والهدف ان الفريق ده بإذن الله يقدر يحقق مدالية في البطولة ده هدفنا في ظل الظروف الصعبة دي ان احنا نقدر بالفعل نخرج من البطولة دي بمدالية ان قدرنا نعمل ده فده في حد ذاته انجاز كبير جدا جدا للنادي الاهلي في ظل الظروف الصعبة اللي عاشها الفريق قبل البطولة من اصابات وغيابات دولية وعايز برضو اوضح حاجة مهمة جدا ان احنا في ظل هذه الامور انا شايفها راكل الجزاء اه طبعا راكل الجزاء انا شايفها قبل بس ما نتكلم عنها اه خلنا نتكلم عنها قبل ما نشوفها اه اوكي انا شايفها راكل الجزاء اه بنسبة 70-80 يعني انا مش متأكد منها 100% 100% 100% 100% 100% لو حتى نبدأ بيها اه طبعا ضربة الجزاء بص حدق دي الصورة اه يعني واضحة جدا بص القدم بتاعت المدافع بتاعت المراسي البرازيلي وكادة محمد عبدالقادر جوه واضحة جدا ضرب الجزاء يعني واضحة جدا اذا راكل الجزاء 100% لم يتم احتسابها للنادي الاهل راكل الجزاء دي اعتقد لو دخلت كانت هتفرق كتير مع النادي الاهل كانت هتفرق نتيجة 2-1 كانت هتفرق نتيجة 2-1 وساعتها ممكن وتقدر بقى تعود مع التغييرات اللي حصلت مع الشكل الشوت الثاني كان المطشي كان هيكهرب على فرق بالمراسي البرازيلي وبالتالي برضو ده في ظل ما عرفش احنا اي حظنا مع الحكام بصراحة يعني ان الحكم ده واحد من افضل الحكام بصراحة واحد يقول اللي واللي علي هو هنا مسؤولية الفار اه والحكم ده واحد من افضل الحكام في اوروبا طب ليه ما راحش شافه وهي غريبة كبت يعني معلش هو وقف استنى وحط يده على السماء ايو انا قلتلك انا حكم الفار وانت الحكم الرئيسي انا قلتلك ان هي مش راكل الجزاء طب اروح ابص عليها لو انا شاتت فيه صح لما لو هو حسابها هو ما حسابهاش صحيح هو ما حسابهاش لا فاقفش عليها اصلا هو احمد عدة اي كونتت بيحصل ما بين احمد في الوضعية دي في ضرب الجزاء ولو شفناها في الفيديو واضحة جدا ان في كونتت حصل ما بين المدافع وبين احمد عبادر حتى لو طفيف في ضرب الجزاء حصل احتكاك القدم من تحت حصل فيه كونتت من تحت وهذا ليس تبريرا برضو انا لازم اقولك كلمتين دول وهذا ليس تبريرا ولكن احنا بنقول ان ده حق لنا احنا شايفين ان هو راكل الجزاء لم يتم احتسابه فيه ظروف بصفة عامة اللي احنا بنتكلم فيه ان فيه ظروف بصفة عامة سواء فيه لعيبة منتخب واصلا برح بالليل لعيبة النهاردة عمر السلية وقايمن أشرف ولعيبة نزلت الشوت التاني حمدي فتحي ومحمد شريف ففيه ظروف طبعا وفيه غيابات وفيه اصابات وفيه زي ما احنا شايفين فيه كارات تحكمية ولكن فيه بعض التفاصيل الصغيرة اللي زي دي فرقت ولكن بقى تعالى نتكلم فنيا كابتن اسلام فضل خلونا نبتدي كابتن فيه شكلنا بتدينا الجيم ازاي احنا بتدينا في الحالة الدفاعية بندفع خمسة أربعة واحد ده شكلنا الدفاعي واحنا بندفع للعلم احنا لعبنا لحد ما استقبلنا الهدف الاول بتاعب المراس في الدي أربعين خطوتنا قريبا من بعضها أليو ديانج بيشفت مع محمد هاني عشان يدي له مساندات دفاعية مباين في الحالة ديت دي حصلت في أكتر من لعبة ان كان دايما أليو ديانج بيساعد محمد هاني كان دوت مدية المساحات في الأطراف عند محمد هاني ونفس الكلام كان بيحصل مع عمر السلية مع علي معلول دي حصلت برضو في أكتر من لعبة يعني ده عمر السلية وده علي معلول السلية هو اللي بيغطي ورا علي فاحنا كنا وقفين صح لحد الجون وقفين بشكل جيد جدا تنظيمنا الدفاعي كان جيد لحد ما استقبلنا الجون مقدمين جيم دفاعي هايل الهدف الهدف الأول طريقة اللعبة برضو في طريقة اللعبة مهمة جدا التنظيم الدفاعي في أسلوب اللعبة دي للمباراة تانية على التوالي بتحول طريقة اللعبة لخمسة أربعة واحد بعودة محمد هاني مع علي معلول يبقوا خمسة ورا ودي الأربعة هنا حسين الشحات وهنا أفشة وهنا ديانج وعمر السلية وقدام مين طاهر محمد طاهر فأنت هنا عامل دفاع كومباكت زي قدامنا الصورة خمسة أربعة واحد دفاع منظم جدا خطوطك التلاتة متقربة ما حستش يعني بص المسافة ما بين الوسط وخط الدفاع 14 متر يمكن السلية أقرب كماني إيس المسافة كده أكملها كملها لغاية طاهر شوفها تطلع كم كمل لغاية طاهر يعني هنشوف هنطلع المسافة كلها هتلاقيها مثلا في حدود حوالي 30 أو أقل من 30 متر يعني المسافة أهم أدي من طار لغاية المدافع 24 متر وده معقول جدا في النحية الدفاعية خلي بال اه طبعا ده دفاع منظم جدا أنا بقى الحقيقة في اللقطة دي كلها أنا اللي همني وبصراحة يعني أنا بالنسبة لي هو ده الموضوع الأهم ليه؟ لأن أنا بشوف إن محمد مجدي أفشة الحقيقة من الناس المظلومين جدا في الموضوع بمعنى إن أنا مش حابب إن أنا أشوف محمد مجدي أفشة في المكان ده تاني صح حكب تنظرنا وأنا برضو سأنا متفاق مع حضرتك أنا أجاب حالات الأفشة أن هي نفس الحالة إحنا علمنا على محمد مجدي أفشة محمد مجدي أفشة في المكان ده بيفقد كثير جدا من مهارته وكل حاجة مش لعيب خط مش لعيب خط أنا جماعة كل واحد فينا عارف مقدرة نفسه عارف مقدرة هو نفسه كمان ولكن هو في الآخر لما المدير الفني عيجي يقول لي إلعب إسلام في الحتة حلعب معنا عايز ألعب صح لكن أنا بالنسبة لي المنطقة اللي فيها محمد مجدي أفشة دي وجهت نظري إن ده أسوأ مكان لمحمد مجدي أفشة لأنه هو مش لعيب سريع لعيب مش عنده القدرات البدنية اللي هي تخليه دافع تأكيد لكلام حضرتك يا كابتن إسلام إحنا كنا بنطبق مرحلة واحدة بس في كورة القدم وهي مرحلة الدفاع لكن كان عندنا مشكلة كبيرة جدا هي دي كانت مشكلة الأهل النادي لها للنهاردة هي التحول من الدفاع للهجوم مفيش تحول خالص الوحيد اللي كان بيعمل تحول قاله يديانك صح كان رائع طب تعالى نشوف أفشة زي ما حالك بتقول بص الحالة الأولانية بتاعت أفشة هو أفشة هنا مخنوق أفشة نازل لفين يا كابتن إسلام بص لوسط الملعب لجوة العرب أنا بقولك حاجة معارضك في دي أنا ما عنديش مشكلة إنه هو ينزل للمكان ده بس ده مفروض هو على الورق جناح شمال ما أنا بقولك أهو لكن هو ده المكان الأنسب لأفشة ليه هو نازل لقدام شوية هو المفروض إنه هو يطلع لقدام شوية صح بس هو ياخد المسافة دي وياخد لقدام شوية لكن هو هنا هو اللي بيستلم هو اللي بيلعب الفريق صح على الورق التقسيم الأولاني اللي احنا جايبناها للرسمة الأولانية هو مفروض جناح شمال هو هنا فين نازل يستلم للعمق ليه لأنه هو مخنوق المكان لما بيقفشة لما بيلعب خط بيفقد 80% من مستوى لأنه هو لعيب بيربط ما بينه الخطوط كويس جدا بيتحرك ما بينه الخطوط يقدر يديك التمرير الطولي فهو يعني نازل عايز يلاقي حل عايز من قطر لا هو عايز يرجع للمكان اللي هو بيحبه نفس الحتة بالزبط يا كابتن إسلام أفشة يا كابتن لعب عمق لعب بيعرف يربط الخطوط بشكل جيد جدا لعب بيعرف يتحرك في العمق ويصنع لك خطورة بشكل هيل أفشة مش لعب فلانك يفعش حطه على الخط لأنه هو مهامه الدفاعية مش أحسن حاجة فهتستفيد من أفشة بأكبر نسبة ممكنة فأفشة يلعب في العمق أفشة خطورته دايما أما بيكون قريب من العمق يقدر يصنع لك خطورة يقدر يعمل بسك ريسك يقدر يعمل ربط ما بين خط الوسط يقدر يخلي ليك شكل لعب يعرف يقف على الكرة بشكل جيد جدا ويقدر يعمل مسلسات دايما مع الأطراف فأفشة مش لعب طرف من رأيي فعلا واتفق معك كابتن في الفكرة دي إن أفشة بناخد أفضل نسخة منه أما بيلعب في العمق تكملة للكلام كمان يمكن إحنا قدام بالمراس أنت محتاج جناحين بسرعات لأن أنت في الدوري بتلعب فرقة أقل منك فنيا فأنت لعب زي أفشة ممكن يديك حل لو هتلعبوا جناح لكن أنت لما بتلعب فرقة أعلى منك فنيا وعندها سرعات وانت بتقفل وبتلعب على المرتدة يبقى لازم الجناحين يكونوا يمتلكوا السرعة وده اللي كان النادي الأهل بيفتقدوا في الشرط الأول تحديدا يعني بص حدق برضو على ديانج تعال نشوف فيديوهات ديانج الوحيد اللي كان يا جماعة بيعمل هو الوحيد اللي بينقلنا من الدفاع للهجوم وقال يو ديانج بص الكرة فين يا دي الدقيقة كام في الموجود الدقيقة الدقيقة عشرة والثانية خمسة وخمسين بص ديانج بيتوغل الوحيد اللي بيتوغل من الحالة الدفاعية ده حوالي جزء كبير جد والكرة دي يا ثابت تنم كمل بص بص فأربع ثواني كمل طب تعال بقى وقف هنا بص يا كابتن إسلام فين الحلول فين التماركز فين أفشة فين الشحات فين طاهر هنا طبعا طاهر بينزل لتحت اوه هذه الماركة اوه هذه طاهر لتحت نازل لتحت تمام هذه حسين الشحات في الجنب اليمين وهذه أفشة على الجنب الشمال فين الحلول شايف المسافة فاضية قدام ازاي فقاليو ديانج بيتوغل وما فيش حلول فأنت أهى عايز تتحول بس انت مخنوق ما عندكش الجناحين اللي هو يقدروا طاهر بيتحرك صح جدا يعني طاهر جاي نحية اليمين عشان أفضي مساحات لزمائلي بس الجناحات أفشة متأخر فعلا أفشة متأخر لأنه هو مش لعيب سريع هو مش لعيب خط يعني مش خاصة في الفرق لما تيجي انت بتعتمد قررت ان انت هتفمطش هتعتمد على الهجمة المرتدة يبقى أفشة ما يكونش في الحتة دي ليه؟ لأن انت محتاج لعيد عنده السرعات زي ما احنا شايفين ده برضو لعبة تانية لاليو ديانج نفس الشكل برضو هو انطلق في لعبتين الشرط الأول كله الوحيد اللي كان بيديك النفس أو الرئة بتاعتك اللي بيخليك تتحول من الدفاع للهجوم أليو ديانج فكانت المشكلة أنه هو ايه؟ أنه ما كانش بصراحة الجناحين كانوا عطلانين أنا كنت حس أن الرتم بتاع أليو ديانج أسرع من رتم الجناحين أسرع من الفرقتين أسرع من رتم الجناحين دي كانت مشكلة فعلا في الشرط الأول أن ديانج كان بيمسك الكورة بيتحول كنت بتلاقي ديانج بيصل للجزئية دي تلاقي ما فيش حد مع ديانج تلاقي معه واحد الكتير قوي ودي كانت مشكلة بس هنا طاهر بصوا طاهر فين طاهر آه اللي هو العليل مرة طاهر المفروض بيطلع عشان يخلي مكان المفروض عشان يفضي مساحة يفضي مساحات اللي جاي من ورا هنا ما بين الاتنين المساكين في الحتة دي بالزبط مفروض أن طبعا ديانج جاي اهو كده مفروض ديانج بيتواغل كده مفروض أن أفشا بيتحول في الحتة دي مفروض أن حسين الشحات بعيد خالص مش موجود في الصورة مفروض برضو أن هو بيدخل في الحتة دي ما بين الاتنين اللي ايه المدفعي هي قوة أفشا فعلا يا أحمد موجودة في العمق أفشا كل أرقامه الإيجابية على مستوى الإسهامات سواء أسستات أو أهداف كانت بيتيجي هو لعب عشرة هو لعب في العمق فكرة أني حط أفشا على الطرف أنا بشوفها ظلمة الأفشا وبتفقدنا حل مهم قوي اللي هو المفروض الطرف عشان كده لما عملنا ايه في الشوط التاني الدنيا تغيرت عشان كده لما روحنا الشوط التاني لو جينا نشوف الشوط التاني التواجد الشوط التاني بقى حولنا طريقة اللعب الـ 4-2-3-1 منزول محمد شريف كمهاجم ونزول في نصر ملعب حمدي فاتحي ونزول أحمد عبقادر قطر في شمال ودخل أفشا في العمق ونقلنا البلوك بدل ما كنا بندافع ميديم بلوك بدأنا أننا نقابل من قدام ده خنق يعني دي كورة مثلا استخلصناها بشكل جيد جدا بدأنا نقل نضغط من قدام فده ساعدنا أننا نستخلص الكورة يعني بنضغط بستة من في نص ملعب بالميروس فبدأنا أننا نستخلص الكورة بسرعة بدأ يكون شكلنا الهجومي أحسن وجود أفشا في العمق خلى الأهل شكله إلى حد ما مقبول زائد عبقادر مفروض بيلعب عشرة بس عبقادر عنده قدرة بقى يلعب طرف لأن عبقادر لعب سريع لعب يتحول بسرعة فوجوده في الطرف الشمال عمل لنا شكل عمل لنا في الشوت الأول الشوت الثاني فيه برضو حالة تانية معنا الشوت الثاني نحن حولناها 4-2-3-1 وأنا أعتقد أن من لحظة نزول حمدي فتحي أصبح الأمر مختلف 4-2-3-1 أنت خرج رامي ربيع بقياسر إبراهيم وأيمن أشرف محمد هاني ناحية اليمين معلول ناحية الشمال ودائما خلينا نقول إحنا علشان نعمل الناحية الهجومية بشكل جيد هيكون عندنا دائما نحنا نلعب أو نبقى مفتوحين وراء سن يعني في الجزء الخلفي يبقى عندنا بدل ما نلعب بتأمين من خلال وجود ثلاثة لأ هنلعب باثنين فقط لأن ده هو اللي بيدينا النسخة الهجومية الأفضل للنادي الأهل صح بس في عبي يبقى عندك أليو ديانجي بيديك الحماية أليو ديانجي وحمدي فاتح نقدر نقول برضو أن كان فيه سن التأخير في التغييرات يا كابتن إسلام لو التغيير كان ما بين الشوطين كان يبقى أفضل نعم ليه لأن انت أنت خلاش شفت استقبلت هدف ديانجي 38 وشايف أن عندك مشكلة في التحولات كان ممكن التغيير ما يبقى ما بين الشوطين كنت تقدر تعوض مش بعد الهدف الثاني دي برضو نقطة مهمة جدا اللي بعد كده تعالى نحلل بقى الهدفين هتأخذ الهدف هتفضل مش حبدأ أنا بالهدف الأول الفكرة كلها أن هم كانوا بيطبقوا الضغط العالي يا كابتن إسلام علينا بشكل قوي جدا والهدفين جايين والكورة معانا يعني بص حدك الكورة كانت مع محمد هاني طبعا ضغط باربع لعيبة زي ما احنا شايفين أو خمس لعيبة في منطقة صغيرة جدا الكورة اتقطعت الصورة اللي بعدها هنبص نلاقي الصورة هي لسه اتقطعت كده دلوقتي مع ايه مع لعيبة بل مرس بص اللعيب رقم زي رفاقل الواحده خالص حواليه عمر السلية وديانج وقفشة فيش حد ماسكه الكورة هتتقطع هتتلعيب له الصورة اللي بعدها بص ده كل ده نتيجة ايه الكورة كانت معانا بص بقا هنا اللعيب ده بيلف تعالى اللعيب ده فاضي مين اللي فاضي روني روني عمل دور مهم جدا مكانة جاري اللي هو المهاجم الوهمي دايما بينزل اللي احنا الكلام اللي احنا قلنا بير حكابتن اسلام روني بينزل بينزل يسقط للخلف يسحب مع المدافعين ويفضي المساحة في ظهر المدافعين وللأسف الجون جام نتيجة الحكتين دول ان المساحة تفضت في ظهر ايمن اشرف طبعا هنا كان ممكن ربيعة يقرب من المهاجم ده وايمن اشرف يقرب من روني عشان تقدر تقفل المساحة دي ما تدومش مساحة وطبعا بعد يعني دي مشكلة جماعة مش واحد بس يعني الجون ده مش سببه لعيب واحد بس لا ده خطأ دفاعي متكامل مش ياسر ابراهيم عشان ما غطاش التسلل بس لا ده الخطأ من رامي ومن ايمن ومن ياسر ومن لعبة الوسط اللي ما ضغطوه خط الدفاع كامل خط الدفاع كامل مش لعب واحد يعني هنا هنا لما لعب لما دودو سقط نزل طبعا فضى المساحة في ظهره ادي ايمن اشرف اتقدم عشان يضغط عليه وبالتالي فضت المساحة في ظهر رامي ربيعة في المساحة اللي ما بين رامي ربيعة وايمن اشرف وياسر ابراهيم يرجع بالصورة اللي وراء الصورة اللي قابلها بس نفس الصورة هاي المساحة فضت فين في ظهر رامي ربيعة وايمن اشرف في الحتة دي اها تمام وطبعا ياسر ابراهيم مغطي الوف سايت كان مفروض في اللعبة دي برضو يتقدم فده خطأ مشترك من التلاتة مش من واحد بس طيب كده شفنا الخطأ في دي هدف اللي بعد كده حنف الهدف الثاني الهدف الثاني يا كابتن شوف الهدف الثاني ده كده الهدف الاول من اوله ده كده الهدف الاول ده الهدف ده الهدف الثاني يا كابتن الهدف الثاني يا كابتن الموضوع بدأ بقرار من من ايمن اشرف من رأيي انا كان فيه استعجال من ايمن كان فيه استعجال انه هو طلع قابل دودو باع نفسه بدري بالإضافة أن رامي ربيعة بس في البداية كانت الكرة برضو معنا الكرة كانت معنا وضغطوا علينا ضغط عالي استخلصوا الكرة اضطر أيمن أشرف أنه هو يقابل صح فرامي ربيعة ما شفتش معي ودي كانت مشكلة برضو أن كان المفروض الكرة هي بدأت من هنا صح 7 متر نفس المساحة ده ياسر إبراهيم ده ياسر بيقابل من هنا هو صح روني طلعت الكرة بص هنا هنا المفروض أيمن أشرف كان لسه راجع أيمن ملحاش يقابل واضطر أنه هو يقابل بدري جدا من نص الملعب وكان وراء مساحة كان المفروض رامي ربيعة يسحب نفسه شوية شفت وراء أيمن أشرف لأن أيمن أشرف كان قريدي خلاص خرج براء اللعب وقاليو ديانج كان لحق يرجع كان ياسر سحب نفسه مكان رامي وكان آلو ديانج في آخر صورة كان لحق يسحب نفسه يرجع مكان ياسر إبراهيم فكانت العملية ممكن لو رامي سحب نفسه شوية وراء أيمن كانت العملية كانت شكلها أحسن احنا كانت عندنا مشكلة واضحة لحد ما حاولنا الطريقة للطريقة الاربعة تلين تلاتة واحد وهي أن احنا بالضبط كده كان المفروض رامي ربيعة شفت نفسه مكان أيمن أشرف كابتن وكان ياسر هنا دخل العمك وقاليو ديانج كان لحق كان غطى خلاص لكن رامي ما استوعبش الموضوع بسرعة طبعا دودو هي دي لعبته أصلا اللي هو بيلعب عليها من أول المتش المساحة اللي هو بيدور عليها سجل لدف احنا كان عندنا مشكلة يا دكتور لحد ما غيرنا الطريقة أننا ما كناش قادرين نخرج بالكورة ودي كانت بسبب من رأي أنا مستوى عمر السلية عمر السلية كان واضح جدا على التعام وكان قرار مستش أفضل حاجة أنه يبتدي في نص الملعب بجوار أليو ديانج عمر السلية كان واضح أنه مرهق بدنيا مش جاهز للجيم فما كانش مساعد أليو ديانج في الأدوار الدفاعية وما كانش قادر يعمل لنا عملية الخروج بالكورة كالمعتاد اللي بيمتاز بها عمر السلية عمر السلية يعرف يطلع بالكورة تحت ضغط بشكل جيد جدا دفت قد نام من عمر السلية في الشوت الأول ودفت قد نام في الشوت الأول وما ساعدناش إن احنا نخرج بالكورة الشوت الأول دفاعيا كنا إلى حد ما معقولين ده الهدف هوت هي دي كورة دودو للأسف هي دي اللي بيدور عليها من أول المتش معنا بقى مقارنة ما بين أرقام النادي آخر حاجة دي عندنا مقارنة ما بين الشوت الأول والشوت التاني تعال نشوف أرقام النادي الأهلي في الشوت الأول كانت عاملة إزاي والشوت التاني عاملة إزاي نبص نجيب المقارنة بس هنا أول حاجة بص يا كابتن إسلام الاستحواز بتاع النادي الأهلي كان في الشوت الأول تسعة واربعين في المية الشوت التاني استحوازنا كام؟ تمانية وستين في المية عدد التمريرات للشوت الأول متين واحد وخمسين الشروط الثاني 312 دقة التمريرات متقربة في الاثنين 81-82 بصوا بقى على الرقم ده المحاولات على المرمى الشروط الأول النادي الأهلي عمل محاولتين بس الشروط الثاني عاملين 12 محاولة على المرمى المحاولات الصحيحة الشروط الأول واحدة بس الشروط الثاني أربعة بصوا على رقم عدد العرضيات خمسة الشروط الثاني عاملين عشرة الدربات الركنية واحد النادي الأهلي حصل على ثلاثة بصوا على الرقم ده كمان الالتحامات السناية مهمة قوي 13 التحام في الشوت الأول كسبنا 13 التحام الشوت الثاني كاسبين 31 التحام إذن التغييرات في الشوت الثاني فرقت كتير جدا مع النادي الأهلي وعايز برضو كابتن إسلام أسمي على لعب مهمة قوي حمدي فاتحي حمدي فاتحي بصراحة يستحق التحية لعيب يستحق التحية على المجهود اللي بازله لعب لعب 4 عشوات إضافية أو 3 مع منتخب مصر ولسه واصل مبيرح وبينزل الشوت الثاني بيقدم الأداء ده بيلعب 36 ديه قدامنا الأرقام هاي تخيل أنه أكتر لعب عمل محاولات على المرمى عمل 3 محاولات على المرمى التمريرات 27 يعني 27 صح من 30 بنسبة الدكوة 90% كسب 4 التحامات هوائية من 4 للتحامات الأرضية كسب 1 من 3 استعاده كورة 4 مرات شتته كورة مرتين حصل على أخطاء مرتين فحمدي فاتحي بصراحة يستحق التحية والمدرب البرتغالي اللي هو مدرب فريب بالمرس يتكلم عليه بشكل كويس قال في المؤتمر الصحف أنه اللعيب رقم 8 يستحق اللعبة في أوروبا يستحق اللعبة في أوروبا وفيه لعب آخر أريد أن نسنع عليه برضو أحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر أحمد مين؟ أحمد عبدالقادر بالفعل أحمد يستحق دقائق أحمد أما بياخد بيثبت أن هو لعب على المستوى الفردي يستحق فارق وعلى المستوى التكتيكي لعب بيخش في التيمورك مش بيشتغل فردي بس أحمد عنده قدرة أن هو ينفذ لك تكتيك اللي أنت عايزه بيدافع أما اللعب النهاردة طرف كان بيرجع يدافع وفي نفس الوقت قادر يشكل خطورة في الشكل الهجومي بفرديته أحمد عبدالقادر عمل لنا شكل في الشكل الهجومي وكان رابط قوي حلو قوي معالي معلول لما نزل في الشرط التاني وبيقدم لك الحل الفردي الحل الفردي الواحد على واحد ده في الجناحين احنا الشرط الأول عكس أفشة في الشرط الأول أفشة في الشرط الأول ما كانتش مشتغل مع معلول بشكل جيد وكان دايما معلول بيروح في الطرف الشمال تلاقي معلول لوحده لكن أحمد عبدالقادر عندما نزل اشتغل مع معلول اشتغل بشكل فردي عمل لنا خطورة وطبعا النهاردة كان فيه من رأي أنا نقطة كنت برضو شايف أننا ممكن نستغلها بشكل أفضل وهي غياب التزديد بسادي ناش كتير احنا يمكن حوالي أربع تزديد في المباراة من برى المنطقة في منهم تزديد الجونت عمل معها بشكل صحيح ومحمد شريف عمل على فولنج وجاب وتحسب لها الهدف وصائب ليه ما جربناش تاني كاننا ممكن نسدد الحارس شكل وما كانش أفضل حاجة دي ما استغلناش كنا ممكن نستغلها بشكل أفضل صح طيب عموما ده كان إيه اللي حصل النهاردة فيه مباراة اليوم إن شاء الله بكرة هنتكلم أكتر عن الفريق اللي حيتغلب طبعا لأنه هنلاعب الثالث والرابع من سيهزم غدا في مباراة الهلال وتشيلسي ساعة ستة ونص المباراة دي طبعا هنساعتها على تمانية ونص وتسعة هنعرف من الأهل هيلعب مين وساعتها بقى إن شاء الله نقدر نحلل كل نقاط الضعف والقوة الخاصة بهذا الفريق أنا بشكركوا شكرا جزيلا الدكتور أحمد سابت أحمد الحنف أنا بشكركوا شكرا جزيلا على تواجدكم معنا حسيب حضراتكم مع المؤتمر الصحفي ماذا قال بيتسو موسماني بعد نهاية هذه المباراة وهزيمة النادي الأهلي بهدفين مقابل لشيء وبعد كده فاصل وبعد الفاصل نجم الكبير كابتن أسامة عرابع يكون في ضيافتنا هنا في الأهلي في المونديال نطلع نشوف المؤتمر الصحفي البيتسو موسماني وفاصل وبعد الفاصل كابتن أسامة عرابع بالطبع كنا نأمل في أن نكون في مركز أفضل عن السنة الماضية ولكننا الآن في نفس محطة العام السابق بنفس نتائج وهذا يعني أننا بحاجة أن نتحسن لم نبدأ بطريقة جيدة وكان يجب أن نبدأ بضغط أكثر ولكننا أعطينا الفريق المنافس قدرا أكثر من اللازم أصبت في الإحباط بعد تلقين البطاقة الحمراء في الوقت الذي كنا نضغط فيه وكنا قريبين من تسجيل الهدف وكان لنا ضربة جزاء محتملة ولكن الفار أقر أنها ليست ضربة جزاء وكان يجب احترام قرارهم بدأنا نلعب بقوة ولكن متأخرين بعض الشيء في نصف المباراة الثانية بعد تلقين الهدف الشيء الصعب الآن أننا نلعب المباراة الثالثة وكنا حريصين على عدم زيادة الكروت الصفراء على عكس الفريق المنافس نعب أول مباراة وحتى لو تحصل على بطاقات صفراء ذلك لن يؤثر لديهم على المباراة القادمة على عكسنا وهذا نضغ البطولة للأسف وكان شيء صعب جدا على لعبين كانوا أقوى وغير منهكين كانت آخر مبارايتهم في الثاني من فبراير ونحن لعبنا من ثلاثة أيام فقط مما صنع الفارق الكبير ولكننا لعبنا جيدا في الشوط الثاني ولكن على فترات متقطعة وليس طوال المباراة حضينا بدعم من اللاعبين الدوليين المنضمين مؤخرا للفريق ولكن كنا نحتاج من عمر السليا المزيد ولكنه كان متأثرا بمجهوده مع المنتخب وأدركنا ذلك ولذلك أحضرت أفشا لوسط الميدان ليعطينا حلول هجومية أكثر وأيضا حمدي ليساند رامي ربيعة لأننا كنا في حاجة ماسة للتسجيل بعد تأخرنا بهدفين لكننا لا نستطيع القول أن اللاعبين الدوليين لم يلعبوا جيدا على العكس ولكن لكي نكون منصفين لا نستطيع القول أن اللاعبين الدوليين لم يلعبوا جيدا على العكس لقد سندونا حتى محمد شريف كان جيدا للأمانة ولكن ما أحبطنا حقا هو تلقينا للبطاقة الحمراء أظن أن أي من أشرف أخطأ ككبتن للفريق وتركنا بلا أمل متأخرين بهدفين ونلعب تحت تأثير النقص العددي لم أكن سعيدا بما فعل تكلمنا عن الظروف التي أحاطت بنا قبل المباراة ولكن أستطيع أن أقول أن سبب خسارتنا للمباراة هو خطأ تكتيكي من اللاعبين تسبب في الهدف الأول اثنين من لاعبين ذهبوا للاعب المراس وتركوا آخر بدون تغطية مما تسبب في تلقين هدف أما الهدف الثاني كان بسبب هجومنا بشراسع مما خلق الثغرات في دفاعاتنا فتلقينا الهدف الثاني الآن لدينا ميداليا يجب أن نلعب من أجل الحصول عليها لم نخسر كل شيء لدينا ميداليا نسعى لاقتناصها صحيح ستكون نفس ميداليا العام السابق لو فزنا ولكن يجب أن نحاول أكثر وأكثر في العام القادم للحصول على مركز أفضل لم نبدأ بشكل جيد على المستوى الخطط كان يجب أن نضغط ونحاول في بداية المباراة كذلك كانت الخطة والخطة تعني المدرب لذلك لن أهرب من مسؤوليتي كان يجب أن نضغط أكثر وأكثر ولن أخوض في موضوع كيف تحدثنا في غرفة الملابس قبل المباراة لا أريد أن أختلق لنفس الأعذار ولكن اللاعبين يعرفون أننا كان يجب أن نضغط من البداية بشكل أكبر وكان لا يجب أن ننكمش من البداية ونعطي للفريق الآخر أكبر من حجمه ولكننا فعلنا ذلك بالفعل وهي خطتي لأكون أمينا لذلك فهي خطتي نعم أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى زي المشاهدين خلوني أرى حب دفي في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن أسامة عربي زي كابتن أسامة أهلا وسهلا هارد لك النهارد أه الحمد لله شوفت المباراة زي طبعا أه هارد لك طبعا مبدئيا لجمهور النادي الأهلي واللعبين والجهاز وكل الناس أكيد كان عندها أمل لكن مفيش شك قبل ما أقول شوفت المباراة زي مفيش شك أن النقص العددي اللي حاصل زي الشناوي شارفيا ليه ناس بتاخدش والها المضادة يعني لأ لأ زي أه الله لأ يعني في ناس يعني طبعا الناس هزدق لأ لأكسب وخلاص طبعا طبعا لكن 14 لعيب كتير طبعا يعني 6 لعبين جموا في الباقي يعني كتير مزبوط ولأ وفي ناس مؤثرة قوي يعني عندك الشناوي عندك محمد عبد المنعم لم يلعب أكرم السلية وهو فاي السلية يعني وهو مش مش تعبان حتى النهاردة الناس اللي لعبت من الناس اللي جات من المنتخب أكيد فيه تعب يعني مش ممكن لعبه 3-4 ماتشاط و4-120 دقيقة موضوع مرهق يعني فكل دي فيها ظروف يعني كان ممكن متوقع الناد الأهلي حتى من المباراة السابقة كان ممكن يخرج يعني كانت الاحتمالية موجودة فهي حصلت النهاردة فهي رد لك وإن شاء الله المركز الثالث والرابع أي أن كان من السلية للعيبة تكون البرونزية من نصيبنا بالنسبة للمباراة النهاردة أنا يمكن في البداية مع مستدر المسلماني في جزء ومختلف في جزء معها في أن إحنا باللعب في فرقة بالميرس بالنقص العدد بالتعب في بعض اللعيبة الدوليين لازم تقفل مساحات الملعب دي طبيعية لأنه ما تقدرش تقعد تضغط من البداية وتجريهم في اللعب وهم يعني أنت عندك نقص وعندك تعب في بعض اللعبين لكن هي الفكرة كلها أنك أنت عملت الجزء من كرة القدم لأنه كرة القدم دفاع ووجوه تمام أنت كنت مركز كويس جدا في الدفاع وقف مظبوط ويعني رغم أن فرقة بالميرس كانت ضغط عليك جامد جدا وهم اللي كانوا الأقرب في الشيط الأولاني أنه يسجلوا صحيح معلندهم فرص خطيرة زي ما أنت تقريبا أن الشيط الأولاني ما عندك ولا فرصة هما باستثناء الفرصة اللي استغلوها لهدف الجنة الأولاني في ديعة 38 و40 بس الإحساس وإنت قاعد بتتفرج أنه هما الأقرب لأنه هما كانوا حطينك تحت ضغط على طول هو عالفة كابتل أنه وجهة نوزري اللي وصل للإحساس ده أنه ما رحناش للجوم معهم هو ده اللي بقولك بس هما كانوا مسكين الكرة في نص الملعب أكتر يمكن آه يعني إحساسك كل ده طبعا للناس كلها الشكل ماشي ما فيش فرص خطيرة هنا ولا هنا باستثناء هما الفرصة اللي جابوها بس هما محاولاتهم في نص ملعبنا ضغطينك بيحاولوا يغلطوا القلوب الدفاع بتاعتك يعني قلوب الدفاع البكات أكتر من كورنر يعني في شكل إنه ممكن يحصل خطأ ما هو كرة القدم لعبة أخطاء طبعا يعني طول ما أنت تحت ضغط ومتلقل نفسك للناحية الهجومية عشان تهدي الفرق الأخرى توقع الخطأ في أي وقت سواء حتى لو ما حصلش خطأ ممكن مهارة لعب النهاردة حصل خطأ في الجنين لكن أنا بتكلم حتى لو هي مهارة لعب بس يعني اللعبة وقفة مظبوط وكل حاجة واحد لعب جمد قوي مثلا رأس صغاط كرة عرضية سبق فيها بسنة أو بحت صغيرة المهاجم المدابع وحطها ده بيحصل لكن الشيط الأولاني السلبية اللي كانت موجودة في حاجتين أولا نحن بتلعب 3-4-3 طالما بتلعب 3-4-3 وبالشكل الدفاعي اللي أقرب لخمسة أربعة واحد أنا أسمعتكم مع أستاذ أحمد ثابت والحنفي اتكلموا فيها كويس قوي يبقى مجد قفشة مايبقاش هو التالت اللي ناحية الشمال ليه لأنك أنت بتبقى في تلت ملعبك يا إسلام يعني كمان مش في النص أنت بتوصل مقفل على 18 مساء بعشرين يارضة يعني أنت في مسافة 70 يارضة قدام صح دي بتحتاج في التحول للهجوم سرعات كبيرة جدا لأن كل الفرقة التانية بتبقى مندفعة أنت عايز تستغل السرعات فما تضغط من قدام قوي هيبقى هو قريب من 18 يخش الجوة لكن لما تكون أنت في التلت الأخير بتاعك السرعات في كذا كرة ما بيلحقش فعلا يتقدم من خط 18 بتاعنا أو بعد 18 14 يارضة لغاية 18 الثاني دي ممكن يعمل أحمد عبد القادر دي ممكن يعملها محمد شريف دي ممكن يعملها طاهر عندهم القدرات في السبرينتات عندهم سرعة انتقال كبيرة فمجدي دي كانت منقص في الحتة دي شوي وحسن الشحات مكنش في حالة جيدة وطاهر يعني محطوط لوحد وجهة 18 وكمان بيتحرك للأطراف كتير قوي يعني انت فيه صور كتير قوي الشوت الأول لان لما تشوف ها في المطش تلاقي طاير على الجنب وما فيش حد في مساحة المدافعين بتوع فرق بالميرس مرتاحين جدا ومجدي بعيد ما فيش زيادة عددية وحاولات طفيفة جدا كان ينقصنا كابتل الحتة دي التحول من الدفاع لكن كوقفات الشوت الأولاني في نسبة كبيرة من المطش كانت جيدة ولكن وقعت في خطأ سازق جدا اللي هو الهدف الأولاني خطأ مركب يعني من أكتر من لاعد أولا خطأ من هانف التمريرة بس دي بتحصل المشكلة إن كنت كنت في موقف هجومي فالناس المدافعين التلاتة لهم قلب الدفاع مش متنظمين خالص ياسر إبراهيم غطي مسافة كبيرة جدا رامي وأيمن الرجل الفرود اللي جاب الجن كان بينهم بعيد علي معلول كان لسه فتح طبعا لأنه كانت الكرة معنا فكان بيبقى بتحضر أنه يطلع لقدام ديانج كان في الجزء اللي بيتضغط فيه ناحية الكرة اللي بتاعت أيمن يعني فتلعبت سريعة جدا والخطأ لا فيه رقابة على المهاجم كويس لا فيه تأخير اللي هو يقول عليه يعني إن المدافع ما يتغطش قوي ويرجعوا كلهم لورا ولا ياسر ربراهيم مش واخد باله من وقفته إنه هو مغطي أنا بتكلم على الجون أولا ده الجون التاني نفس الشيء الجون التاني بس لما نتكلم على لما تجيبه من أوله هتلاقي فيه أكتر من خطأ أولا أنت كنت مندفع جدا ديانج سابق كان السولاية ليس ما تلاقي أعتقد السولاية سابق أيمن أشرف في احنا بالتعبير بتاعنا بس أنا يعني أقولها بالمصطلح دي كان يقع فيها حاجة اسمها يعني يأخر نفسه مش روح يضغط على المدافع الخطأ التاني يا ريت المخرج يجيبها لنا تاني الخطأ التاني أن بص هنا أيمن مفروض بقى يستنى يعمل تأخير اسمها تأخير يعني يقف ويخلي الناس قدامه ومش هيعمل بها حاجة المهاجم هنا الغلطة بقى التانية بص عمر رامي رابعة يعمل إيه أنت كده صح لغاية دلوقتي بس فيه لحظة لازم تروح تضغط يعني هو كده التأخير بس لازم قبل ما يخش كده لازم يكون رامي راح قطع عليه عشان ما يديش مساحة للتزديد لأن أيمن كانت ضرب من بدري ومش ملاحق الراجل يعني أيمن بيزعلة على أقصى حاجة لأنه هو كانت ضرب في نص الملعب هو رامي اللي هو التأخير ده في البداية مظبوط أنه يخلي الولد البجري نحية الجناح اليمين ده أو يعني دودو نحية اليمين يخليه قدامه بس في لحظة لازم يروح يتقدم عليه عشان يضغط رامي اهتم بالراجل اللي وراه وأنه يأخر نفسه رابصة لغاية فين لغاية داخل الستة يارضا فخلاص كت عنده المساحة النشوط يعني وقابوا الجون التاني هنا بقى الموضوع اختلف معاك أنت المفهوم بقى عند العيب النجل الآلي أنه لازم نهاجم أنت لغاية الدقيقة الـ 45 دقيقة الأولى وحوالي لغاية ما هم جابوا الجون في الدقيقة التانية من الشوط التانية أو التالتة خمس دقيقة كده أنت ضيعت 50 دقيقة أنت ما عندكش النية أو أنت تهجم بكساف تغييرت الشريف وعبدالقادر وحمد فتحي عدلت النحية دي أولا الفرقة التانية جابت جونين في منطقي بالنسبة لهم أنه هيبتدي يحافظ على جونه وعارف أنت هتبتدي تيجي عليه يلعب على هجمات مرتدة أحاوله في أكتر من واحدة يمكن واحدة هتنجح لكن ده المنطقي أنه هو كسب 2 صفر في بداية الشوت التاني أنه يأخر نفسه هيقفل هيقفل ده طبيعي غالبا يعني هيقفل ويلعب على هجمات لأنك أنت هتندفع ففيه مساحات في دارك تتفتح كثير دينية أولا هم ساعدونا فيها أن هم يتركه ثانيا التلات تغييرات اللي مفروض أنا مش عايف أحمد عبدالقادر ما بدأش ليه أو شريف واحد فيهم على الأقل كان لازم يبدأ على الألال بين الشوتين كان لازم بقيت تغيير لأنك أنت مخسران في حالة ناس ما كانتش جيدة واحد زي حسين الشاحات طاهر كان في واحده جوة 18 مش لاقي يعني ما فيش أي خطورة وقفشة زي ما قلنا بعيد فطبيعي كانت تغيير شريف وأحمد عبدالقادر أو على الأقل واحد فيهم تبقى بداية الشوت مش معنى كده أنه أنه إحنا تأخرنا قوي بس أنت كرة القدم فيها معاقبة أحيانا أنت 2-0 فبقى فيه عبقى عليك وقت لما ترجع بقى تاني هتأخذ وقت حتى أنت تحس أنه لما نزل أحمد وشريف وحمد فتحي المواضيع تتزبط وابتدنا نهاجم وابتدنا نحس أنه لازم نهدد مرمى بالميرس فيه أمور تصلحت بس كان فيه استعجال في اللعب أنا كنت شايف كده يعني كان فيه شيء من الرعونة أحيانا طيب هنتكلم عن الشوت التاني أكتر ولكن خلينا نطلع فصل وبعد الفصل نرجع نتكلم معك كابتل أسامة على الشوت التاني وماذا حدث في الشوت التاني أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين كابتل أسامة الشوت التاني كان أفضل شوية بالشوت التاني بسبب أولا زودنا المهاجمين عبدالقادر بقى واخد يضطر في الشمال وأحيانا بيدخل للعمق شريف بقى راس حربة طاهر ناحية اليمين أبشا تحتهم يعني رجعنا لأربعة اثنين ثلاثة واحد لأنك في لحظة مش الطريقة هي اللي بتكسب صحيح ولكن انت زودت قدرات هجومية زودت أحمد عبدالقادر شريف وشريف لجعت أبشا مكانه أبشا رجع للمكان اللي هو بيرتاح له أكتر وحمدي فاتحي وديانج وراهم وبحاية حمدي برضو وصراحة عمل مجهود كبير في الوقت اللي نزل فيه رغم أنه الصفر والمئة وعشرين دي اللي عبهم في ثلاث مطشقات وراء بعد والأربعة مطشقات جود كبير عليه فابتدت تبقى فيه خطورة بتدينا نروح تبقى فيه إحساس بأنك انت بتهدد مرمى فرقة بالميرس وابتدت فيه تزديدات إلى حد ما حسيت أن انت تقدر حتى تشيل العبء من على المدافعين شوية مش هنفضل طول الوقت بتدافع مندفع بس فابتدت فيه خطورة فيه كور بعضها يعني ممكن فيه بعض الكور ما ترتقيش لفرصة حقيقية ولكن ابتدت تهدد مرمى فرقة بالميرس وبقيت في نص ملعبهم وحصلت يعني اللي هي بقى روح الفنينلة الحامرة كمان أن اللعبة بتدوس على نفسها رغم أن أنا شايف أن فيه بعض الناس تعبت الشوتي التاني من كتر الجري يعني علي معلول محمد هاني ديانج تحس الشوتي واني جري وجري كتير جدا جدا عايزين يتلاول ويرجعوا يدفعوا الشوتي التاني ابتدت حس أنه بقى فيه قوع لكن دفعت عبدالقادر وشريف ووضع مجد قفشة في المكان الصحيح وطار مع التلمين ابتدت تعمل تعدل الأمور تعدل الأمور وسيطرة بعد الفرص حتى حمدي فتحي طلع في كورة أو كورتين عمل فيهم خطورة شوية على المرمى ولكن المشكلة أن حصل طرد أيمن أشرف في وقت صعب جدا 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 في المباراة المباراة كان متبقعة عليها عشر دقايق أدائك كان ابتدى يتحسن كان ابتدت فيه نية أنك أنت أو فيه أحساس أنك ممكن تجيب جون طرد أيمن لغبة الفرقة تاني لأنه حمدي فتحي هيطار يرجع قلب تفاع ديانج هيبقى لوحده يا إما ديانج هيبقى لوحده يا إما هيتطار مجد قبش هيرجع بما كان ابتدت نقص تاني لعدد المواجدين ولذلك ما بقاش عندك الإحساس لأنك أنت ما تلعبش فرقة صغيرة أنت مغلوب 2-0 ومترود 1 ومعاك بتلعب فرقة بطل أمريكا الجنوبية يعني الموضوع إذا كان كان صعب من الأول بقى صعب جدا جدا ومع ذلك يعني المطش بقى خلاص مشي إن الشكل العام إن المطش انتهى حاولنا بقى محاولات كده فردية يعني كورة بتاع لغات لما شطة بتاعت هاني ثم كورة العرضة يعني شكل كان ممكن نقرب به لكن يعني كأنك تكسب المباراة كان صعب بعد طرد أي مناش كان صعب جدا يعني اللعبك بزلت جهد وحاولت بس المطش بقى مفكك يعني انت بتعمل هجمة كده عن تارية لكن المطش مفكك مش عندك أولا حمدي كان بيزودك قوي في نص الملعب لما كان في نص الملعب مع ديانج وبيحاول يزوء الأدام وبيخش الثمانتاشر هناك بتدى يرجع وقفش بتدى يرجع وبقش كل خايد فعلة خش كمان لقدر الله ايوة وفعلا كان هيبقى يتاح لهم كورة أو كورتين كان ممكن بهجمات مرتدة لو اتعاملت مظبوط في واحدة دخلوا على بعض فيها جهوة 18 حطوها فوق العرضة لكن أنا أقصد انه كانت الأمور تصعبت لكن بنحايل لعبة على جهدهم وهارد لك والجهد بزلوه كويس وخلاص كان متوقع بالغيابات والإصابات والعجات دي انك ممكن تخرج في النهار على الجانب الآخر كابتن فريق بالميراث واحد من أهم وأقوى الفرق في أمريكا الجنوبية لأننا بشوف أن في بعض الكلام اللي بيتقال يقول لك ما احنا عايزين نكسل انت بتكلم الناس برضو مش متخيلة بطل أمريكا الجنوبية يعني برازيل يعني أرجنتين يعني كلومبيا يعني أورجوي يعني براجوي يعني فرق عريقة جدا دي فرق عريقة جدا وما تشطح وما تشطح نكون ده بطل القارة الجنوبية ماشي احنا حاولنا ان احنا نكسابه وعندنا نقص في ناس غايبة مهمة جدا وفي ناس تعبانة لكن مش بالعافية هنقدر يعني هما برضو ليهم اسمه تاريخ برضو يعني مش هنقدر يعني لازم كنا نكسابهم يعني حاولنا والأمور هما كانوا أفضل كمجمع للمطش هما كانوا أفضل وقدروا يجيبوا جنين وكسبوا المباراة يعني وانت معك كمان طرد في الوقت اللي كان ممكن يديك أمل في آخر عشر دهي فالأمور تصعبت عليك جدا فهيجي كرة القدم كده فاحنا ما بلعبش يعني مع ترامي فرقة مثلا درجة تانية ولا فرقة حتى في الدور المصري فلازم الناس زعلانين كلنا زعلانين بس لازم تقبل أنه وضعك وضعك ما كانش يعني مش كانش كنتش في أحسن حالاتك وضعك قبل البطورة مش أحسن حالاتك وحتى أثناء المطش الأولاني والتاني مش في أحسن تجميعة للفرقة النادي الأهلي يعني وضع يعني أقرب للمنطق يعني وننظر إلى ما هو قادر طبعا المطش الجاي المطش صعب جدا سواء تشيلسي أو الهلال طبعا تشيلسي ما شنقدر أن نتكلم بطل أوروبا وتاريخ كبير وهو المتوقع أنه أنه هم الأقرب أن يكسبوا وصلوا نهائي لكن في كرة القدم كل شيء موجود المطش مش هيبقى سهل 70-80 70-30 70-20 أيوة 70-75 80% أقرب لتشيلسي لكن الهلال مش هيبقى سهل معهم أنا متأكد لكن أنا متوقع في الغالب زي ما أنت قلت النسبة دي هتبقى أقرب لتشيلسي فإحنا سواء بقى عن لعب الهلال سواء لعب تشيلسي لازم اللعبها تتركز وتهتم إن شاء الله يا رب نقدر نجيب البرونزية للمرة التالتة في تاريخنا ولعبها تكون تاعت المنتخب ريحت يومين ثلاثة برضو دي استشفائي يديهم راحة شوية واحد زي محمد عبد المعنى يكون رجع واحد زي حمد يكون بطاقته واحد زي سلية يكون بطاقته شريف ممكن يبقى ليه دور من بدر عن كده فممكن الأمور تتزبط وإن شاء الله نعمل ماتش كويس وناخد المدلة البرونزية طيب هنتكلم عن المنبر القادمة وكيفية وطريقة اللعب اللي حيلعبها بيتسو موسماني وسواء الهلال أو تشيلسي برضو ناخد عنهم نبدأ ولكن خلينا نطلع فاصل أخير ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين كابتن أسامة ما هو قادم اللي قال كيف يلعب المباراة القادمة من وجهة نظرك بشكل عام هل يعود بيتسو موسماني وسواء الهلال أو تشيلسي الاتنين هيبقوا فريق عنده قوة هجومية كبيرة جدا فبالتالي هل يظل محتفظ بطريقة 4-3-4-3 ولا يرجع تاني إلى 4-4-2 3-4-3 بتفقدنا شوية ناحي الهجومي لا هو واضح أنه هو مصمم على الطريقة اللي هي 3-4-3 يعني في كل الماتشات الدوري حتى الغاية دلوقتي في الماتش السوبر الإفريقي كله بيلعب 3-4-3 بس هو بيغير 4-2-3-1 في أوقات لما بنكون عايزين قوة هجومية أكتر أو مثلا مغلوبين وعايزين أعدل الوضع فبيزود فأنا أعتقد وبالذات لو مع تشيلسي يعني يمكن مع الهلال يفكر شوية لكن برضو الهلال فرقة مش سهلة بس هو الشكل العام إنه هو ما بيغيرش أسلوبه لكن هو هيغير في الأفراد ده أكيد يعني هو هيغير في الأفراد ده ما فيهاش كلام يعني يعني أعتقد إن محمد عبد المنعم هيرجع طبعا حمدي والسلية وشريف يزيله جود يانج ما هو ممكن يلعب ما هو ما هيرعب محمد عبد المنعم ورا أيمن أشرف كده كده خلاص اتطارت مش موجود فممكن واحد من الاتنين هيقعد ممكن رامي أو ياسر ويلعب حمدي زي ما بيعمل هو وراه عمر سلية وديانج ومعه مثلا كده كده يفشا مش موجود كمان أو رفشا كمان فيلعب حمدي معه مثلا ياسر أو رامي ومحمد عبد المنعم ويمينه هيبقى هاني ومعلول هاني ومعلول وديانج وسلية والخط الأمامي بقى أعتقد أنه هيستعين ممكن بشريف من البداية أحمد عبدالقادر ممكن من البداية فأنا أعتقد يحصل تغييرات في الأفراد لكن ممكن الطريقة يفضل زي ما هو في ظل وجود خلينا لو تكلمنا عن شيلسي بشكل عام شيلسي احنا بتفرج عليه كلنا في الدورة الإنجليزية واحد من أهم وأقوى الفرق في أوروبا وفي العالم الحقيقة طبعا وبيلعب كمان بالأسلوب لو تلاتة أربعة تلاتة كتير جدا فشبه لعبنا بس طبعا الإمكانيات التي تبقى مختلفة شوية هما عندهم قدرات بدنية وخططية عالية يعني لعبة لهم ثقل يعني منتخبات كتيرة فرنسا وإنجلترا وكده فالموتش هيبقى صعب ونفس الشيء مع الهلال يعني بالزبط فأنا أنا هي كل الفكرة مش المشكلة بقى قوة المنافسة المهم أنت تتعدل وضعك وتشوف الأخطاء اللي أنت وقعت فيها النهاردة إيه والإيجابيات كانت إيه وتحاول تعدل وتحاول بأقصى جهد أنك تقدر يعني مستر مسماني يقدر في خلال تسعين دقيقة أو إذا كان الموضوع يستمر أكتر من كده أنه يستفيد من العناصر كلها في الأوقات المناسبة لأن دي مهمة جدا يستغل للناس في الأوقات المناسبة مهمة جدا إدارة المباراة في أوقات معينة بتبقى مؤثرة جدا مين اللي ينزل في الوقت ده تحديدا مين اللي يتغير اللي خلاص مش قادر مين اللي هيقدر يزود للقدرة لله جميع مين هيقدر يزود للقدرة الدفاعية فهي المشكلة هتنصب علينا احنا أكتر في التعديلات اللي تحصل لنا لكن في النهاية احنا لعبنا مع باير ميونيك ولعبنا مع الدورة اللي فاتت ولعبنا مع فرق كبيرة جدا بالميروس دلوقتي مرتين وهو لعبنا فرق كتير فأعتقد الوضع مش هيبقى مختلف كتير عن النهاردة صحيح لو بالذات طبعا تشيلسي القوة هتبقى أعلى من بالميروس لكن الهلال مش هيبقى أكتر من بالميروس يعني هيبقى نفس المستوى تقريبا يعني فأنت خدت احتكاك كويس الوقت الثلاث يام دولت زي ما قلت لك الاستشفى للعيبة الدوليين يكونوا ريحوا من الاجهات بتاع السفر والمتشاط اللي فاتت يقدروا يزودوا القوة سواء الدفاعية بوجود حمد فتحي والسولاي يكونوا رجعوا في الاستشفى محمد عبد المنعم أو القدرة الهجومية بوجود واحد زي الشريف لما ياخد فترة أطول من كده يعني أو إذا كان هيبتدي المباراة يعني طيب أخيرا كابتل لو عندك رسالة توجهها أولا للجهاز الفني واللاعبين وثانيا لجمهور الأهلي بالنسبة لجمهور الأهلي أقولهم هارد لك بس لازم تحطوا الظروف اللي كنا فيها قبل البطولة في أمامك أو نصب عينكم يعني مش يعني صحيح احنا كنت طوله عمرنا نقول أهلي بالمحاضر والأهلي مش عارف ده جميل واللعيبة فعلا في المطشين حاولوا على قد ما يقدروا لكن النقص كان كبير والتعب في اللعيبة الدولية حتى لما راحوا النهار ده يعني وصلوا مبارح وبيلعبوا النهار ده وموضوع صعب مش سهل يعني طبعا وخلص مطشه المبارح اه فلازم يحطوا كل الأمور ده يعني أمامهم يعني وهارد لك وإن شاء الله اللعبات فرحنا بالمطش الجاي وياخدوا المركز التالت بالنسبة للمسلمين زي ما قلت التعديلات احنا عملنا الجزء الدفاعي كويس من بداية المطش ولكن جنيان قصنا الجزء الثاني في كرة القدم اللي هو إزاي أبقى خطر لما تبقى معاك كرة في التلت الأخير بتاع الفرقة الثانية لأن ده بيشير عبق على المدافعين بيدي لك طبعا لو قدرت تجيب جون بيدي لك معنويات أكبر للعيبة فهي دي الحتة اللي عايزة تتعدل مع تغييرات بعد العناصر من بداية اللقاء وأثناء بقى المطش هو يديروا بقى فربنا يوفقهم إن شاء الله المطش الجاي سواء الجهاز أو اللاعبين يعني من عايك سبب بكرة هلال ولا تشيلسي ما زي ما أنا قلت تشيلسي بنسبة 75% لكن المطشي مش بقى سهل مش هي بقى سهل لا الهلال مش فرعة سهلة بس أنا متوقع أن تشيلسي أقرب بنسبة 75% عموما كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي ولا كل الفرقة العربية إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية أنا بشكرك جدا كابتل أسمع على وجودك معنا النهاردة شكرا جزيلا أنه هارد لك للمباراة مرة تاني الحمد لله إسلام وهارد لك هارد لك إن شاء الله أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم بكرة إن شاء الله في نفس المعاد في تمام الساعة العاشرة وحلقة جديدة من بنامجكم الأهلي في المنديل